جورج إبراهيم الخورية الأعليم الكبير ورئيس تحرير مجلة الشبكي الأديب والشاعر والملحن المبدع صاحب الأسلوب المميز بكافة المجالات راع الفنانين أو الأب الروحي لأغلبهم أهلا وسهلا فيك بالليل مفتوح شكرا استي جورج أنت والليل أصحاب من زمان ليل السهر، ليل العشقين، وليل الشعر صحيح الكلام؟ أول ما سمعت باسم الليل البفتوح فتح قلبي بالفعل لأنه الليل هو الحياة النهار هو للواجب الليل هو للإنسان لأنه بالليل ما بتلتقي إلا بالسعداء وبما أنه فلسفة الأديان كلها بتنحصر بسعادة الإنسان كأنه الليل صورة عن هالسعادة بالليل إحنا بتشوفي إلا الموسيقى ما بتسمعي للموسيقى، بتسمعي الأغاني بتشوفي لعب يرزو بتشوفي بتفوتي على مطعم بتلاقي الناس عبتشرب، بتضخك، بتمرح ما بتشوفي دمعة بالليل الليل جميله أنه يمثل أجمل ما يصبو إلهي الإنسان الليل والأمر والنجوم ما أفهم إسمحتيها للي هي الليل وأنا لفترة طويلة كنت أعتبار نفسي مسؤول عن تسليم الليل للنهار صوري لا يدرشي بقى أنا سعي جدا أن يكون معكم الليلة بالليلة المفتوحة أهلا وسهلا بكم أستاذ جورج، لا يمكن الحديث عن الفن بلبنان من دون التوقف عن جورج إبراهيم الخوري عميد الصحافة الفنية من موقعكم الأعلامي، وين الفن اليوم بلبنان؟ الفن الغنائي؟ يا ستي، لكل زمان دولة ورجال ولكل زمان فنون ومطربون يعني هذا العصر، هذه موجة العصر، عصر الإقاعة السريع اللي بيدلك على هزالة المواهب الحقيقة مع احترامي وحبي لكل البغنة لأنه الغناء سعادي روحية إنما وين فن اليوم من فن الأمس؟ صح فن اليوم، انتوا اللي بتعرفوا، في منهم ناح، في منهم وسط، في منهم لا يجوز أن يغنوا مهما كل في الأمر إنما موجة، سبب الحرب اللي أنا بعتبرها، مش الحرب اللبنانية، كما بيقولوا، لا أنا بعتبرها حرب الغراباء على أرض لبنان لأنه اللبناني مش بيحب أخوه اللبناني، يعشق الحياة مع أخوه اللبناني الحرب هاي أفرزت كثير من الناس اللي بدون يغنوا، لاش بدون يغنوا، ما الطعف يمكن بدي نفسه عن كبته، بدوا يغني، بيعمل غنية، بيعمل لحن، بيعمل شعر البدكية، بيفوتوا على الإزاعات الطالعة الجديدة، بيفرضوا عليها فرض إنه تنزعلون أغنيون، ومشيت، مشيت، وأثارها لا تزال موجودة حتى اليوم، طبعاً تغربل منها كتير من الأغاني ومن المغنين، بقيوا اللي بنقدر نسمح لأنفسنا نسمعهم، أحرار إنه نطيب لهم، أحرار إنه ما نطيب لهم، بس وين؟ وينك وين؟ وين الفرق بين مغنين اليوم ومغنين الأمس؟ إذا بتلاحظي على سيرة الصحافة الفنية اللي حضرتك عبتحكي عنها، إنه مواضيع الفنية في المجلات، أنا بحكي عن الشبكة، شو بدي بيغير مجلات؟ المواضيع الفنية اللي تطرق اليوم بالشبكة نفسها، تختلف كتير عن مواضيع اللي كنت تطرق في الماضي، بالماضي أقوى، وفيها إثارة أكتر، وفيها صحافي، فيها إبداية، لأن الفنان اليوم غير فنان الأمس، اللي ما بدي أكتب أنا عن عبد الوهاب بدي أبدع، بدي أكتب عن أم كلتوم بدي أبدع، بدي أكتب عن فريد الأطرش كذلك الأمر، كانوا عمالي قد تكتب عنهم بمنتهى اللذة ومنتهى النشوة ومنتهى الأجاب بالذاك وبالقلم، كانوا يفتحوا لك أفاق للإبداع على الفنانين الكبار، طيب اليوم عمين بدي أكتب بيه، إيه تشوفه، لسبب خف ميزان الإبداع في الصحافة الفنية، وبحكي عن نفسي، أنا بحكي عن غيري، على الإطلاق، أنا بحترم الجميع، وكلهم إخوان وكلهم زملائي، هذا الفرق بين الفن اليوم والفن في اللبس، أستاذ جورج، تأكيداً على اللي حضرتك عم بتقوله، يعني لبنان عرف فيه المطربين عهد دهبي بالسبعينات، وحضرتك وكبت أكتار فنية عربية ولبنانية، فيه اليوم فنانين جديد، مطربين جديد إذا بدك، يبدو أنه قلمك معجب بالبعض، يعني إحنا مشوف مرات عم تكتب عن البعض، يمكن تجيعاً أو إعجاباً أكيد، بس الصورة العامة بعدها أنه هو للعالم أقل وضوح، أقل تألق من قبل، فشو السبب؟ يعني حضرتك بتقول الزمن السريع يعني، شو السبب أنه بعد ما وضحوا وتألقوا مثل من زمان؟ السبب أنه ما عندهم المواهب نفسة اللي كانت عند مواهب زمان، الأصوات محدودة جداً، سمعتكي، الشعراء محدودين صاروا، الملحنين محدودين، الملحن القدير بيكون عنده لحن جنيد جداً، بيحتر له مين بده يعطيه يغني له إيه، بينما بالأمس لا، نحن بالسبعينات كان عندنا عمالقة، ولا تزال القوى العملاقي موجودة لحد ديت هلها، إنما مع الزمن عبتكبر شوي 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 شوي، وشاشة التليفزيون اللي هي اليوم جوهر الإعلام في العالم، ما عبتركز على الوجه القديم بقدر ما عبتركز على الوجه الجديد، لسبب تشوفي العمالقة شبه محتجبين، يعني منهم مثلاً فيروز، وين فيروز؟ نعم، وين وديع الصافي مثل؟ هولي العمالقة اللي عندنا صبوحة اسم الله عليها، بعدها مشابش بيه بيخز العين عانك اليوم تطلع على شاشة، وأنا فيه تسألوني دخلك إذا بدك تحكي شي كلمة عن صباح شو بتقول عانا؟ قلت له إن صباح متل النحلة، بتصفي عسل، ولكنها إذا مست لسعت، متل النحلة تمام، ما حدا بيقدري عقصة لصباح بتعقصه ضغري، إنما بيضل العقصة فيها عسل، هذا الفرق بين العمالقة وقال العمالقة، أستاذ جورج، كترة البراعم الغنائية بأيامنا، أوقات بتكون بادرت خير، وبعض الأحيان بدأت نعكس سلبياً على الساحة الفنية، هل من أسس أو قواعد معينة، يجب اتباعه للارتفاع بالمستوى الغنائي، أو حتى نشد هالنجوم الصغار لفوق؟ أعطيك عن برامج الغنائية الموجودة بالتليزيون؟ عن البراعم، البراعم، نجوم، الفنانين، ما فيك تسمي البراعم الصغار نجوم، ما فيك بعض مظهار على كلمة نجوم، نجوم، شي مهم كثير، النجم قاعد بالسماء، ونحن قاعدين على الأرض، مصطعب كثير النجم، البراعم مش مسيارة لتليفزيون المستقبل، مش أبدا، أنا ما بسيار، معروف عني كثير، صادق وصريح، ولكن بأدب، مثل صباحي، من أهم المشجعين البراعم هاي، كان تليفزيون المستقبل بنجوم المستقبل، شي ما حصل بعد، أنا برأيي ما حصل بعد بتاريخ لبنان، مواهب قديرة، ومواهب تستحق الإعجاب، ومواهب بتخلي واحد مثل أنا، مشبع من أصوات الكبار، إنه تربطني مثلا، ساعة واثنين واثلاثة، تسمع شي شي خارق، شي مزل، هالبراعم هاي، هاي دي تحتاج إلى تنمية، هالبراعم هاي دي تحتاج إلى تليفزيون، متل المستقبل أو غير المستقبل، ها، إنما هالبراعم هاي دي متى ما نجحت وكبرت وصفت نجوم، نعم، تبوين ميدانة هاي، وين بتغني؟ بأي مطرح، بنلقي إلى مطرح، في منهم ما بيغنوا بالمرابع مثلا، لأنه ضد طبيعتهم، المرابع شي محترم، والدليل على احترام المرابع لنفسها، إنه تستقطب المجتمع المخمري، تستقطب كرام الشخصيات بشي بيصهروا، المرابع مش شي معيب، لا، المرابع شي مهم، إنها طبيعتهم ما بيحبوا يصهروا بالله، ليغنوا مع بيشربوا، مع بيروسوا، هالبراعن هاي، وين بدا تلاقي مكان تغني فيه؟ بما أنه بلبنان ما في دار للأوبرا، بما أنه ما في مسرح، مثل تياترو لبنان بكازينو لبنان، بما أنه معظم الأبواب مغلقة، أنا برأيي التلفزيون والمستقبل بالذات، يخصص كل خميس من أول شهر، من كل شهر، يخصص ساعتين ثلاثي لهالبراعن، ليل خميس، ليل خميس، هادي تجمنا بخميس أم كلثوم، أم كلثوم كانت بحديقة الأسبكية بمصر، كل خميس من أول كل شهر، تعمل حفلة تتحدث عنها الركبان، خلينا نخلد هذه الذكرى بالبراعم اللي بتحكي عنا حضرتك، نتخصص لساعتين ثلاثة، كل شهر، بالمستقبل، كل واحد يغني له، ست سبع براعم أو أكثر، أو منشجعهم نطلبهم، بعدين الله بيدبر، وين بروحوا، وين بصفوا، مش مشكلة مهم، نحنا عم نبرزهم، مش عم نموتهم، هلأ طلعتوا مواهب أنتو، بالمستقبل، عال نجحت وأخذي، ذهبية، فرنزية، فضية، وبعدين، بس بدي أجرب على كلمة بعدين، أنه نحنا عنا بالمستقبل مكتب فني، في قسم كبير من اهتمامه، هو لها نجوم، مثل ما تفضلتوا قلت أنه في أشخاص نجحوا عنا، بس ما بيحبوا يشتغلوا بالمرابع الليلية، والدليل أنه مثلاً هلأ نحنا عنا بروموسيون على شاشة المستقبل غابة شبنية، لقيل الشرق، اللي قاين في له هيدا المهرجين، قسم من نجوم المستقبل، وكل إنسان مترح ما بيهبوا، متبرع من المستقبل، متفضل، متفضل، مترح ما بيحب عنا يشتغل، بس هيدا إجابة كثير متواضعة على سؤالك وبعدين، عظيم، عظيم، هيدا رسالة، ما رسالة تلفزيون للمستقبل، نعم، عكلين أستاذ جورج، بما أنه حكيت إيجابياً، وبرأي صريح عن نجوم المستقبل، شو رأيك نسمع أغنية للهوي يوسف المصري، لأغنية للاستاذ الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعدها منعودنا نتابع طبعا الحديث، إنها لئت المترجم للقناة 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 بكل الوسائل المترجم للقناة 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 العربية. لانه العرب اخوانا العرب اتفقوا بس على انكلتهم واختلفوا على كل شيء. ولبنانيا استيس جوري هيدا عربية لبنانيا مين اول من اطلقت عليه? آآ لبنانيا اطلقت لقب كاذب على وحدي. بتتخلص مرة. ما كانت تتحل عني الله بحلاله الله بحرام. بدون ما نسمي اسمها. لانه مهاجرة معني شي. تسمحني اذا سمعتني. سميتها ام كلتوم لبنان. ام كلتوم لبنان شو ام كلتوم لبنان شو كبيري بس كبيري. يوم اللي عبس الوردي. قلت له يا وردي انتي صديقتي المطربة الجزائرية وردي. قلت له بيسموك انتي خليفة ام كلتوم. بقى شو رأيك بهاللقب. قلت لي انا افضل يكون وردة الاولى على ان يكون ام كلتوم الثانية. هلو. بقى هاي دي اختنا اللي ما كانت تتحل عنها. بدي اتخلص منها. سميتها ام كلتوم لبنان بالمزح. صفيت تطلعنا عند منصور مربع منصور على الزيتون. اهلا ام كلتوم لبنان. لابسي فستان. سوريه ديه لدحت. حطط له الهلال. هاو متل الهلال اللي بتحطه قبلتوم على صدرها. خمز مصر. وحعملي بييدة منديل متمر وعندي. وتبلش تنتع بربو لهالمنديل كل ما قفلت قفلت قفلت. حتى قلا منصور دخيل عرضك هل شافتي لسبونات حلي عن رسمك. يعني بقدر يكون لعن اللقب. يعني ازا بدك انتي آآ آآ تقذي فنان حمليه لقب اكبر صحيفة. ما بقدر يحملو. وانا متعمت هالأزيه هاي. ما بقى انا مش منطبعي الأزيه أبدا. إلا ما حاسبك تدم هاي. انت كي بس. بقى ما بقى كل الاحباب يلي يعني. ما نحتوني. ما نحتوني عن قناعة تامة. إنما في ناس حملوه في ناس. ما قدروا حملوه. هني يصطفلو. طيب استيز جورج الأخير من سؤالي. الثلوث اللي هو الجمهور. الفنان واللقب. لأي مدى بتعتبر في ترابط بينتهم. يعني هاللقب هيدا مهم للفنان. أد ما مهم للجمهور. الفنان اللي بيحملو اللقب مميز. بساعده كتير بإعلاناته. شيري بعرف عنه يمكن. يعرف عنه بجلال واحترام وتقدير وتكريم. مما يرفع أجره كمان. يعني بيكون بيخد دولار بصفي يخد مئة دولار. يعني هبة مادية بقدر ما هي هبة معنوية. بما أنه دولتنا المحترمين. ما بتقدر الفنان. حق قدره إلا إذا. يا خطيار يا أنه خريف يا أنه. أو توفى. صار بده صار في يمشي من هالدنيا. بلش تفكر فيه. هالشباب هولي. طب احنا بفكر فيهم. ما حد بفكر يعطي هالشباب نشان. إذا بتلاقي بتلاحظي أنه كل اللي تكرموا من أهل الفن. هنه في أهل الفن الكبار. كله من الضرب والسبعين وبالطالع. طب هالشباب هول عبيغانه أحسن من هالكبار. في عنا مواهب رائعة جدا. هذي ليش ليش ما تتكره مثلا. ها. بيجي هاللقب كنوع من أنواع التكريم تقدمه دهر الصياد باسم مجلة الشبكة لفنان معي. هذا بيساعدوا اللقب. الجمهور نادرا ما أنكر لقب على فنان. كلهم حبوا الألقاب اللي أطبت عليها. وهذا شي بعزيني أنا شخصيا. استيس جورج بس شغلة أخيرة عن الألقاب غير لقب الأتفي للزميلة معرفنيها. في شي مرة في شي مرة أطلقت لقب على حدا وبعد فترة حسيت أنه ما بيستحقه. لشك أنه بتتعب لطاعت لقب. لا أنا ما حسيت أبدا أنه ما بيستحقه. بس هو هو ما استحق لأبه. شخصيا هو ما احترم لقبه. نعم. لو ما بيستحقه ما ما تجرأت وعطته إياه لأنه بحاول كتير أنه يجي اللقب لبسه لبس. نعم. لم بحبط عليه ولا ديء. وكله المزبطين يعني معظم الألقاب كلها مش معظم كلها تقريبا صائبة. في ناس ما حملوا ألقابهم. محافظون. نعم. هني هني بيتحملوا مسؤولية سقوط ومشانا. أكيد. أستي جورج على سيرة العمالقة الفنيين اللي كنا عم نحكي عنه من شوي. نعم. شو رأيك هلأ نتوقف نحن وياك بمحطة غنائية للموسيكار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب. ما تقولي الراحل ده خيريك لأنه لم يخلق. الموسيكار الراحل بس الخالد بقلوك. ايه محنا رازي وعيني. كن ممنوني. شو براهيم الخوري الاعلامي الكبير اللي ريفق الصحافة الفنية منذ أقل من نصف كرن. وبعده عم بيواكبها وبعده عطاءه مستمر فيها هلأ. شو اللي تغير بصحافة الفنية من زمان لهلأ. غير غير الشق اللي كنت عم تحكي عنه. إنه ما بقى في عنا عمالقة لنحكي عنه. ما هي المشكلة. اللي تغير فيها. اللي تغير معنا نحنا بالزيت. مت مقلت لك سبق من شوي. إنه نوعية الفنان يتغير. إنما الصحافة اليوم تطورت جدا. طباعيا. وتطورت ورقا. وتطورت إخراجا. وألوانا. وتطورت كمان بنوعية الأسادسي اللي يكبو فيها. بالأول كان مستوى المحررين الصحفيين متدني شوي. سابقا. اليوم لا بتلاقي فيه أقلام أديبي. أقلام حلوة عبتكتب. ارتفع فيها المستوى الأدبي. يعني كانت الصحافة الفنية عبارة عن كلام منمق عن الفن. الغدوات والعشوات والحفلات والأعراس والآخرية. إنما اليوم دخل عنصر النقد. النقد في منه نقد جارح. في منه نقد ناعم. في منه نقد إذا جرح فلا يسيل الدماء. مثل نقدنا نحن مثلا. نحن لا نجرح. وإذا جرحنا غصبا عننا. فلا نسيل الدماء. في هالتطور هذا اللي أدخل على كلمة الصحافة الفنية. لقب الاحترام. يعني الصحافة الفنية كانوا ينظروا لنا نظرة غير النظرة للصحافة السياسية. أنه رجال السياسي وغير شكل. وكتاب السياسيين كانوا غير شكل. مع أنه أنا بنظري في كتاب محررين. وأتسادزي أو رؤساء تحرير مجلات الفنية أقلامهم أروع ألف مرة من أقلام البكبو بالصحافة السياسية. إنما اختاروا هالدرب. لأنه اختصاص أنا برأي الصحافة الفنية. هذا موضوع جواب خارج عن إطار السؤال. بس شغلة بالإضافة لأسماء المنشورات الفنية العريقة اللي دايما متعودين نشوفها بالسوق. تقريبا كل أسبوع منلاقي في مجلة جديدة فنية. كل أسبوع عنا عرشي جديد. بقى كترة عدد المنشورات الفنية. هل برأيك هيدا دليل خير؟ قدي بتلاقي في ناس متصحفين. يعني متدخئ. هني منهم صحفي. دخلاء. دخلاء على الصحافة الفنية. أنا لا مش مخول أعمل تقييم لأي مجلة فنية في بلدي. كلهم أنا بحبهم وبيحترمهم. وبتملانوا التوفيق. إنما يظهر إنه موضة الصحافة الفنية المتكاثرة. متل موضة المزيعات التليفزيونيات المتكاثرة. تمام نفس الشيء. ها. مش قداش بتشوفي كل يوم يطلع لنا وجه تليفزيون جديد. كله من البنات حلوين. لا. موضة. كيف؟ وهكذا الصحافة الفنية. بدنا نعرف صرنا إذا موضة ميحة ولا لا. الموضة ممتازة يعني أنا ما سابق ما دحتلك بالصحافة الفنية الجديدة اللي طعمها. أحلى موضة. في أحلى من وجه جميل. دابت المزاعات بس ما شبت سيرت الموزاعين. نحن الخنفيش بسمونا الخنشية. يعني نحن الأشواك بين الورود. تصور أنواك شوكتين بين أربع وردات. شو دي طلع من منها. عارف لانتك يا سيد جور. تسلم يا. تب شو رأيك نرجع على سنين ماضية. جورج ابراهيم الخوري ابر راشية الويدي يلي مولد بعلبك. يا ترى كيت الصحافة حلمه. عرفك. شو عرفك. شو عرفك. شو عرفك. كيت الصحافة حلمك. ما حدا بيخلقه في مرس وحلم. ما حدا. إلا ابن الملك. بغسبة عنه وبدو يعمله ولي عهد. وغسبة عنه وبدو يعمل الملك. ما حدا بيحلم لا شي. تب أديها الأستاذ بكثير. في سبحانه وتعالى يرسم لكل الأنسان قدروا. بتعرفي. بتعرفي كيف. يعني أنا كنت من قراء مجلة الصياد أول ما طلعت. تصوري على روعتها والكاريكاتور تبعها وإبداع سعيد فراحة فيها. وكتابة الجعبة الرائعة اللي كان يكتبها. كان حقها نص ليرة. نص ليرة لبنانية. وأنا كنت مداومة على قراءتها. وكنت يوم متى بمكتب أحد المحامين طالع من المدرسية. ببعا بدرس طبيعة الحياة المحامية كيف بتكون. لعلي. أقدر أعمل محامة يوم من الأيام. ومن قراء شعبة تسعيد فراحة. كان يعجبني الرجل بأسلوبه الظريف. المنمق. اللي بيكتب عن مغامراته العاطفية. اللي ما انتصر فيها ولا مرة. ما كان حدا يلاحظها اللي بيكتن أنا أنا على مع زغري يعني. أول شباب هيك. لاحظ انه طيب. يخيصرت انت وياها. هو كاسك بكاسة. هو غزل بالعيون. وغزل ما تحت الطاولة. مليون قصة كانت كيف. وبالآخر المغامرة فيشلة. سر نجاح الرجل هيدا. انه دايما مغامرته كانت فاشلة. ما في مباهات الرجولي. انه انا زير نساء. اني انا ساحر النساء. اني انا يا لطيف. من بوز واحد ركعتها. كنت من عشاقة الجعبي هيدا. حتى نهار ما كتب الجعبي. كتب واحد عنه شي تعتير. بعد ما بعد كيف سلموا اياها الجعبي يومتها سعدي فراحة. وصف رحلة من هون لصيدة بالبوستة. مع الجيج والبيض والبصل. بتعتير. بعد تلو مكتوب الله سعدي فراحة. قلتلو من عطر البرفان والجولي مادام والشنال. هنا ريحة البصل والتوم. ولو. جعبي جعبي تسعلي فراحة. هادي باقة الورد التي تزين قطايب الصياد. مش ما اسمح لك ابدا 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 انك تسلم لغيرك. انا بدفع نصليرك الجمع لحتى قرارك. راح ده نصليره ده. شو تقريني واحد ما بدي اذكر اسمه. ما بيجوزه ده. مريض الله يشفيك. مديون الله يسدد عنك. مجوز ما كلنا في الهم شرفه. عشو. تعجبوا الرسالة لسعدي فراحة. بينشرها وبيعلق عليها وبيقول لي خلينا نشوفك. كانت سنة الاربع وخمسين. خليتوا يشوفني. وخليني يشوفه. انا المتعطش لرؤية هذا القديب الصحافي الجريء الظريف. اللي بتترك مكتب المحامات اللي عبتدرس فيه هلأ. وبتجي معي. على دار الصياد البده ابني اسان تجي بالحزمية. سنة الخمسة والخمسين بده ابنيها. بتتمرن. من هلأ لسنة تكتب بالصياد اسمه على الراديو. نقد اذاعي على الراديو. بتكي لعالله وهكذا كان. يعني كان هذه يعني أنا ما كنت بحلم فيها الشغلي بحياتي. يعني انا ابن رشيا الوادي من ابن عين حرشي. من قضاء رشيا الوادي. قرية لهاكم حلوة. بنظري انا حلوة. متواضعة جميلة. مناخة طيبة. انما بي كان في سلك الدرك. وكان لامع في سلكه. بينتقله من مطرح لمطرح عادتان. انتقل يومتا على راسب علبك. بحكم وظيفته. لانه كان هو في سلك الدرك. عايام الانجداب الفرنسي. قبل التسعة وثلاثين. قبل الحرب العالمية التانية. وفي راسب علبك. هونيك ولد. كان عمري ست شهر اللي منا قلولة بي على بيروت. وبعدني من يومك عمري ست شهر. وانت ببيروت. لسهر عملت سنين بيناتكم. استيس جورج غير عشقك لجعبة سعيد فريحة. كمان عشقك للسهر. وحضرتك وصفت حالك ببداية السهرة انه بتسلم الليل للنهار. مسؤول. مسؤول عن تسليم الليل. لا تنسي مسؤول قوي كتير. انا انا عينت حالي. انا نصب الوظيفة لقلي يعني انا عملت لقلي. مسؤول عن تسليم الليل للنهار. لو بتأخرنا هالساعة شوي مش هننامي شوي اكتر. عكلين كمان الليل والسهر. وحضرتك اتيت عذكرهم قديش فيهم طرب ورأس وفنانين. واشا حلوة يمكن بيخجلوا يعملوا الناس. ما نخرج النهار. في صبايا حلوة وفي اشا كتير حلوة ما بتنعمل بنهار. فالبدي اسألك ايه اذا بنجرب بفوت شوي على العيلي وجو العيلي. اهلا وسهلا فيتي. فكيف بتطفي نار الغيرة بالبيت اذا بيطال الغيرة هيك مواضيع وهيك حب للليل وأجوار. نتعرف مهما تكون الزوجي عاقلة بتضل المرأة مرأة على الدوام. متختلف يعني. اه انما والحمد لله رب العالمين احبان الله. اه زوجي متفاهمة لي. وظيفتي. متفاهمة لحياتي. متفاهمة لصحافتي. متفاهمة لرسالتي. متفاهمة لطبيعتي. نعم. يعني فيك تغير فيي كل شيء الا طبيعتي. ما فيك تغيريه. ما بتقدر تغيريه. متل الوجه. مت سمات الوجه الطبيعة. فيك تغيري شكلك. ما فيك تغيريه. هلا فيوني غيره. هلا. عم نحكي عن الجمال الطبيعي نحنا. نحن عن الجمال الاصطناعي. لا ماشي الحال. ماشي الحال. طبعا اه الزوجي بتضايق. الى حد الى حد كبير. بس بيضل في اسلوب الرجل في الاقناع. وفي كذبه. ملح الرجال. الابيض. كذب الابيض. ما بيأزي حدا. بيتطر احيانا. مش الحال. صنب على الصورة عمري يعني. وماشي الحال والحمد لله عايشين بنا عيم. مش كل الله. طب استيس جورج يعني مهنة الصحافة هي مهنة متعبة جدا يعني. بدون شكل. واذا نحنا قلنا بكون يعني عيب نقول قدي متعبة قدامنا استيس جورج إبراهيم الخورة. كيف بتبعد هموم ومشاكل هالمهنة عن جو البيت. او بتجرب تناقشها مع افراد البيت. او بتبعدها نهائيا. شوفي الصحافة زوجي. واحدة فقط لا تحتوي زوجي تاني. اما ان يتزوج الصحافة الصحافة نفسها. الصحافة حسب اللغة العربية. او يتزوج مرته. ما في. ما في يكون الى ضرة الصحافة. حتى تنجح الصحافة بد تكون الضرة عاقلة جدا. واذا كان الضرة مش عاقلة ابدا مش ممكن توفر له للصحافة النجاح. مش ممكن ابدا. بعد بدي شق طريق الواحد بنجاح بدي شق طريقه بحرية. الصحافة. اه مثل الفن. والفنان انا برأيي. والفنان المسرحي بالذات. الغنائي المسرحي بالذات. انا برأيي ما لازم نتجوز. على الاطلاق. لانه. الفن حرية. والزواج قيد. والدليل انه ما من فنان تزوج في هذا الشرق السعيد. الا. ما طلق وتزوج مرة تانية. ومنعطي على ذلك مثلان. اه مثل مصري. ومثل لبناني. اه عبدالوهاب. مثلا نزوج. اقبال نصار. سيدي فاضلي من تيزي. رحمة الله عليها. لان جابت له اش اش وفتفت. وتمتم. ومحمد واحمد. ما في منهم واحد اعمل فنانة ابدا على الاطلاق. والمثل اللبناني راغب علامي مثلا. تزوج مرة. رجع تزوج تاني مرة. جهان العلي. طيب ليش? ليه? لانه هذا هذا طبيعة الفناني. وكل ما ارجوه انه ما في فنان تزوج تاني مرة. يرجع يتزوج تالت مرة. عفوا استيس جوج. بس بالنسبة للاستيس عبدالوهاب. يعني توفت مادام تبدو يتزوج. بالنسبة لراغب علامي كيفيه مشاكل شخصية عائلية. لا حبيبتي ما عبدالوهاب ما طلقها بعد ما ماتت. طلقها حية ترزق. بكامل قوها العائلية والحمد لله بكامل نشاطة. الفكري وغير الفكري كانت. انما عبدالوهاب احب السيد النهلة القدسي. احب النهلة القدسي. كانت زوجة سفير عربي سابق. وجد انه المرأة هذه خلقت لتكون زوجة فنان وزوجة محبت عبدالوهاب بالزيد. وبما انه هل العملاق هذا اللي اسمه عبدالوهاب عنده فنه قبل كل شي. بعد بعد سبحانه وتعالى اللي خلقه. فنه قبل كل شي. اختار نهلة القدسي. وانضى اخر ايامه مع هيا. انت كيف. يعني الفنان لما يجوز بده يفتش عن زوجة فدائية. بكل معنى الكلمة. زوجة تفهمه. زوجة تحس معه. زوجة تغيب عنه. لما بتحس انه بدي يقض لوحده. جوز تكون معه. اللي بيحس انه هو معزول عن الدنيا. زوجة طعمي. طيب مش بورة. الزوجة هالي بتعبد ربه للفنان. مش معقول. المرة اللي بدي يتجوزها كمان ما الا حقوقها. ما الا حياتها. ما الا مزاجة. ما الا اعصابها. بش بدك تعمل. طبيعة الفنان هايك. لها السبب انا بقل له لأي فنان ما تتجوز يا اخي. شبدك بالزوج. حب ازا بدك. حب قد ما بتريد. خطوب ازا بدك. بكي لخيي خطوب. خطوب. ما انا ماني. انا شقال فنان ليش. انا ماني فنان انا. لأ. الفنان نفسه لانه. كنت معي بشوف مشاكل. اخطوب فترة طويلة حتى تبرر علاقتك بها السيد اللي انتو ماشي انتو بياها. حتى ازا اجت لعندك عالبيت تعمل لها تشرف بجين قهوة. مسلا. قولوا لخطيبتي. ازا صرت انتو يا شي ليلي هيكي. اوكليردو لون. مونامي بيرو. تقولون ما فيانسي. يعني اي شي. افطوب. بترحمها اولا ازما تجوازتها وهي بترحمك انا ما جوازتك. انا بس جورج اكيد اوقاتك كلها مليانة. ما عندك اوقات فراغ بس بتضل بالنتيجة عندك هويات تقوم فيها وبتحب تخصص لأوقات معي يعني مع العيلة او من دون العيلة. شو هي. انا من هوات الصيد. صيد البر. صيد الطيور. مش صيد الحيوانية البري. لا. لانو الحيوان شي مهم بنظري. الطير سبحانه من حل الله اللي الدبح طير في مهارة في هكاك الطير بدو يهاجر بدو يروح لغير مطرح. خلي ضل عنا حسن. كنت كيف. هاجر عبني الاخر. عندي هوية الصيد كثير مهمة. عندي هوية العزف على العود. باني بس كون باني وبان نفسي قاعد لو واحدة بشالة على البحر. انا والعود دندين. اه تأسيم اغاني عبدالوهاب. احيانا بيطلع معي لحن. احيانا بيطلع معي شعر احيانا. يعني هادي هادي الهويات الهويات اللي. اللي كلها ضمن اطار صحافي. ما تفتكر انه الصيد بعيد عن الشبكة. هي بدار الصياد. صيد ودار الصياد والشبكة. والعود بعود بالخير على الموسيطة والفنة. هاي هوية من الحقيقة. استاذ جورج ذكرت بالاول انه ما في شخص بيولد معه حلم. ما بتعتقد انه اللي بيولد ابن صحفي وكاتب كبير وعملاق بحجم حضرتك. ما بيولد كمان غصب عنه عنده حلم انه يمكن يكون متل بيو. بها المناسبة بيذكر بسام وجرازيلا ولادك. هل هني عم يحاولوا يغرفوا من ينبوعك الفكري والأدبي. انبعد جدا عن هالجو. والله جرازيلا اللي هي قبل بسام. خلت قبل بسام. جرازيلا مارست الصحافي. مارست الصحافي العربية بالشبكة. كانت تكتب الصفحة الاخيرة بعنوان على ورق الورد. نعم. وبدعت فيها. يعني يوم اللي كنا عايشين ايام الحرب. كتبت قطعة عن بيروت. ها. بتبكي. فضيعة كانت كتير حلوة. نقلوها حتى بامريكا. بعدين مارست الصحافي الفرنسيه بالريفو ديليمان. تكتب الفرنسي من اعلى طبقة. كانت هويتها انه تكتب تحقيقات عن مشاهير العرب. ملوك والرؤساء والآخرين. عند تحقيقات مهمة. انما لما انت زوجت. انصار فيت لجوزة. انصار فيت لبيتها. انصار فيت لولادها. وهذا كان انا نصيح كلها. شكوة انه جوزة طبيب. وضع بزا تسمعوا فيه الدكتور جو سويدان. دكتور جو سويدان جيني كولوب. ومشهور كتير معروف. شاب طيب. بقلت له جوزي كوليدك. بالمستبه. اهمى من الشغل. هيدا الشغل المهمة الاولى والاخيرة بالنسبة للمرأة. انما كتابة هيك قصص يمكن تنبع من الذات منها بحاجة لتفرغ كلي. كان فيها تكون زوجة وربة منزل. اضافة لكتابات بتنبع من ذاتها. اه يعني ما في وقت. انا برأيي ما في وقت. نعم. يعني انا مش عما بشجع المرأة المتزوجة ان تشتغل هي حرة في ظروف معينة. قد تلزم الزوجة ان تشتغل. معلى شيء الشغل الرائع الشغل المنتاز. انما انا باعتقد التفرغ للحياة المنزلية. بالنسبة للمرأة المتزوجة. افضل الف مرة من التفرغ للحياة العملية خارج اطار البيت. البيت بده مسئولية. الزوج بده رعاية بده اهتمام. الولاد بده التربية. ما فيه ما فيها تلحق هون وهون وهون وهون. لا مانا مضطر له الدين العوش في له. تقعد ببيته عزي. بالنسبة لأيلي انا. بالنسبة للاخرين كل واحد حر. طبع. جورج ابراهيم الخوري الاديب والصحافي والفنان. بيقدر بيقول عن حاله كمان انه زوج مثالي. زوج مثالي يا رأت. يعني انا سعيد كتير بحياتي يكون زوج مثالي. كتير بسعب تسعب. انما اذا ما كنت زوج مثالي كما يجب ان يكون الزوج. فانا على الاقل اب مثالي. احسنت جدا تربية الولدين اللي عندي. والحمد لله. مناتهم توفقوا. بسام ابني. ما حب يحترف شغلة بيو اللي هي المتعبة. كان يشوفني. داش اطعب الكتابة بالله المرار. اختار ميدان الاعلانات اللي هو قريب. قريب كتير من من الصحافي. اه اسس شركة اعلانات اسمي تاتش. معروف ايه. عمشتغل فيها وهو صحباه. والحمد بالله مشي حاله. على كل الاستجوج كل اللي بيعرفوا عطائك بيعرفوا انه العيل بتاخد حيز كبير منه. بدون شك. عندك رسالة وجهت لبنتك ليلة زفيفة. سجلت حدث مميز بتاريخ الاعتراف بادب الاعتراف. اش رأيك نسمعها سوا. هلا. كنت بتريده. اشتركوا في القناة يابنتي. اليوم تنتقلين الى يدين غريبتين عني وعنك. في هذه الليلة سيظللك سقف في بيت رجل غريب. هذه الليلة ساقف فوق سريرك النظيف في بيتي. فاجده خاليا من ثنايا شعرك الجميل. الذي يفوح بعطر الطهارة فوق وسادتك البيضاء. وقد تنهمر الدموع من عيني للمرة الاولى في حياتي. فاليوم يغيب عن عيني وجه ابنتي. ليشرق في بيت الرجل الغريب الذي لا اعرف خيره من شره. لست اعرف يا ابنتي ما هو مصيرك في بيت الزوج الذي اخترته شريكا لعمرك وقسيما لحياتك. هل سيكون انسانا نبيلا فيسعدك ام يكون بشرا خاطئا فيشقيك. ان سعادتك رهن ضميره. واسأل الله ان يكون في ضميره. اليوم اكثر من اي يوم واكثر من اي لحظة. ينتقل شعوري. وتنتقل احاسيسي. وينتقل كل ضميري الى اهل امك. يوم اسلمون ابنتهم وهم يذرفون الدموع. كنت اعتقد انها دموع الفرح. او انها دموع تقاليد اهل العروس. ولم ادري الا اليوم فقط. ان ما ينتابني الان كان ينتابهم. وان ما يعذبني الان كان يعذبهم. وان انقباض قلبي في هذه اللحظة. وانا اسلمك الى رجل غريب. كان يداهمهم هم ايضا. ولو كان لي. يوم تزوجت امك. شعور الاب. لأفنيت عمري في سبيل اسعاد زوجتي. كما احب ان يفني زوجك عمره في سبيل اسعادك يا ابنتي. في هذه اللحظة اندم على كل لحظة. عذبت فيها امك. في هذه اللحظة اقاسي من الاساذ. ما اشعر انه كاف للتكفير عن جميع ذنوبه. ليتني لم اشقي امك وانا لا اعين. ليتني لم اعذبها وانا لا ارعوي. ليتني لم استسلم الى خطاياي. وانا لا انثني. ليتني اشفقت على شعورها فلم اجرحه مرارا وتكرارا. اليوم فقط. اشعر انني اقارب روح المعرفة. وانا انظر اليك يبنتي كزوجة. اليوم اجاوز الخاضر. واجابه المستقبل. واتمثلك واقفة امامي تقولين لي. زوجي يعذبني يا ابي. فماذا افعل. اسأل ربي ان لا يحدث هذا. حتى لا اعتقد ان القدر قد انتقم مني بك. شعوري انه رسالي. تسلبتها بنتي باماني. تسلبتها باماني. هذا شعوري. استيز جورج. بتعرف انها الرسالة كانت هدية البابا لقلي يوم عرسيه. والله. هذا شيء بيسعدني. واتأثرت فيها على يلتان. وحتى بتذكر ان ورى قلت له لزوجي نزلني النص الليل عند اهلي. بعد ما قريدها لانه فضيعش بتأثر بالشخص طبعا. يمكن فيها قدب الاعتراف فيها الحقيقة فيها الاحساس الصادق. يعني هي الرسالة اثرت كثير بقلوب الاباء والامات. لانه لانه صادق. لانه هي الحقيقة. الحقيقة لي. يمكن كنت انا السباق الى تشفى يمكن. يمكن ملعب. ما حدا استرجى من الازواج يقول الحقيقة. جميحز فيها. انا قلتها. والبدو يصير يصير. اسلام هاتم. وان شاء الله تتعني بزواجيك. مرسي. وان شاء الله تكون رسالة وصلت لخير وامانة لقليل. وصلت لقليل وقريتها لزوجيك. ايه عظيمة. عاكولين ان شاء الله تكون كمان من الفرحانين بنتك ولا مرة اشتقتلك. زوجي زعلني. مش هلا كلنا هيك كمان استير فينا يعني. لا الحمد لله من في الحال. الحياة. ورد وشوك. متن ما بتعرفي. ورد وشوك. اكيد. لا تخلو. الحياة من ورد وشوك. وهالدنيا ماشي الحال. كمان مع العائلة رحنا هنكمل معك. لانه بداية جوج ابراهيم الخوري كان بالكتابة الإذاعية. ونقلت وقاء حياتك العائلية اليومية ببرنامج بيفرجها الله. عشر سنين وثمانمية واثنين وثمانين حلقة. مظبوط. والله حبستيون. قريتون. ما كنت خلقت بعد. ما كنت خلقت. ما كنت خلقت بعد. خلينا نتكي شوي عن انطلاق هيدا البرنامج ومين شارك فيه. وكيف انتقل تلفزيونيا بعدين. لا تلفزيونيا مقلاقيمة. لهو سنة ثمانة وخمسين بعد ثورة ثمانة وخمسين. صار في حملة اعلامية كبيرة. بازاعة بيروت. ازاعة لبنان الرسمية اللي ما كان فيه غيرها بعد. كانت هي الاذاعة الاولى والاخيرة. حملة اعلامية تدعو الى الوحدة الوطنية. يطلع. تطلع على الاذاعة بس انه هنا يطلع يقول اللبنان بجناحيه. المسلم والمسيحي. حكي. لبنان ما بعرف شو ما بيدي يطير الا بجرتين وويتتين. يا عمي مش هيك بتاعتها نحكي شي يكون منطقي. زوج وزوجي لبنانيين. عندن ولدان. زيزي وبسام يعني عايشين ببيت. لا فراق فيه ولا طلاق. مفي. محكوم مقبت بديك تحيش بهالبيت. بديك تعالجي امورك بالتي هي احسن. بالصبر والانات. ونعمل منه برنامج عشد ايه. نحكيه كل يوم عبكرة. سبعة ونص ثمانة بتكون الاذان بعد عذراء تتقبل وتستقبل. وتحسن السمع. وجعلت منه اسم اسمه بفرج الله. بفرج الله. وشعار اعطيني بيتا سعيدا وخذ وطنا سعيدا. هذا كان شعره. وانطلعنا في انا وام بسام. الله يرحمه نادي حمدي. نادي حمدي. كان ذات صوت انوثي. خطير. مش عادي ابدا. اتحور عني بيها كل يوم. اكتب انا النص. اكتب انا الحوار. اكتب لدورة شو بدي تقول. اكتب دوري انا شو بدي اقول. نحط الورقة قدام الميكروفون. نبلش. نتحاور. بطريقة تشعر المستمع انه عايشين ببيت مش قاعدين بازاعة. نعم. فيه كان انسجام او كتير بين صوت الرجل وصوت المرأة. حتى عبدالوهاب مرة لمن نزل ضيف على هالبرنامجه ده. وسمع الصوتي وصوت انبسام. قال لي عارف انه فيه هناك علمي جديد اسمه تناسق الارواح في اصوات الملاح. تلوان ده حياتي مباريخ. شوف اللي دكتب جديد. تلو ميه كتبوا اللي انا. حلو. عبدالوهاب كتبوا. الانسجام. بين صوت الرجل بين خشونة الرجل ونعومة المرأة. جعلوا مع مواضيعه المتنوعة. يطول عشر سنوات. من اثمانة وخمسين لثمانة وستين. بالاول كنك اليوم بعدين يوم ايه يوم لا. بعدين صاروا تمانمية واثنان وثمانين حلقة. مثل ما حضرتك ذكرتها. وقفتوا بعز مجدو. الاحوال السياسية بلبنان والدخان المتصاعد. من هنا وهناك الذي ينظر بيه شر خطير. سكر لي نفسيتي. سكر لي نفسيتي تماما. وجف قال لي ما عد لي نفس كتب في البرنامج هذا. لانه حسيت انه بدي احكي كثير عن عن الوحدة الوطنية. وفي حوالينا الكثير من حملة الخناجر ما رح يكون صادق. لا السبب. وقفتوا بعز مجدو. المهم بالمناسبة انه انه كثير صعب انك توصل مثلا لقمة الاشياء. صعب توصل. بس الاصعب منها انك توقفي عليها. والاخطر انك تدهوري. بالقمة بعدين تنزلي على الوادي. ما حابة تنزل على الوادي. وقفتوا سنة ال 68. هذه قصيدة في رجاء الله. استيس جورج انا عم نحب نسمعك بعض الاغاني للعمالقة الاحياء برأيك وبرأيك كل اللي بحبه الفن والاصيل والترب. شو رأيك نسمع اغنية للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ؟ ميت عبد الحليم. وانما حي بارواحنا وبأذننا. لا ابتكبك سمعيني شخص من الاحياء الموجودين اليوم يعني. لا الموجودين بقلبنا. حبيب قلبي عبد الحليم. يعني يسدني ان اسمها. كلا نسمعك. استي جورج براهيم الخوري. اديش الفنان اللبناني بالوقت الحاضر بحاجة لرعاية وضمانات. ومن شوية حضرتك حكيت عن تكريم الفنان الشاب. نحنا ما نسألك كيف لازم نكرم الفنان الكبير. من مين لازم يتكرم؟ طبعا الدولة يجب ان تكرموه في الدرجة الاولى. عنا وزارة الثقافي المسؤولي الاولى. في عنا وزارة الاعلام المسؤولي الثاني. عنا وزارة السياحة المسؤولي الثالثي. وعنا الهرم هو فخامة رئيس الجمهورية. ثلاثتهم الوزارات. بإرشاد وبأمر من رئيس الجمهورية. يجب ان تكرموا. المتفوقين اللبنانيين. لخدموا وطنهم بالفعل. مش بالقول. بالفعل. وتسمعوهم رفاءهم في آذانهم. عادة الكلام الحلو لا يقال للانسان الا وهو في النعش بعيدا عنكم. عنكم. ليش ما هالكلام هذا بيسمعوه وهو حي. انا الوسام اللي بدي علقه على صدر. الفنان الكبير. بحب علقه على صدر وهو حي. بس ما بحب علقه على نعشه وهو مات. كله هذا كله هذا تكريم معنى. نعم. انما يجب ان يقترن. بالتكريم المادي. التكريم المادي لا يقل ثروي عن التكريم المعنى. دولة. مع مصاري مثلا. تخلع على فنان خدم. او اديب او صحافي او او ان شاء الله بصير عمرك كذا انت كمان. كل متفوض. مع مصاري تدفع. الدولة اغنب كتير مما نتصور جميعنا. هالمخزون الذهبي الموجود في البنك المركزي. اكبر ضمانة للبنان ما تخافوا عن اللبنان. لبنان اذا ما تدين منو بحاجة انو يتدين تصور. بس اذا حبينا نغطي السماوات بالقبوات ونقول عن تدين. ماشي الحال. تدينو لكم شي شي مئة مليون دولار مع لشي وعطونا الفنانين. ما بس كالشي. استيس جورج. عفوا بس بدي اسألوا كمين لا استيس جورج مجدا عن الضمانات والرعاية اللي يزم يكون خلال المسيرة الفنية للفنان الموجود. البركة بنقابة الفنانين المحترفين. البركة بنقابة الفنانين المحترفين التي تسعى الى هذا الى هذا الى هذا الضماني. المستقبل قريب مشوف اشي كتير اكبار حلوة. بس انا عبيحكي عن الفنان بدي تكرم مش بس معنويا وثلاث اربع كلمات من معالي الوزير. كمان عطوه. يعني بهالاشي اللي اكتر. اخلعوا عليه من المال ما يكفيه لان يكون مكرما وغير ذليل. اذل الشي بدني السؤال انا ما بسمح للفناني مد ايده طيعت خطي عيش. يعني هذه الاشياء الملموسة الاستاذ جورجي اللي عم تحكي عنها جسدت بفكرة حضرتك ابتكرتها من حوالي عشرين سنة وطرحت وهي عيد الفنان. نعم. هالفكرة كتير من الاشخاص حاولوا يسخروها لنفسهم. ويعتبروا انه هني اللي انطلقوا فيها. شو كان ردك على عيد الفنان يلي حضرتك طلعت فيه تحاول البعض يحوروا او يجيروا لنفسه. حلو سؤالك ومجيب وقته. وكل ما ارجوه انه ما يحد يفكر اني انا اللي كلبتك تطرح عليها السؤال. الحقيقة صدقيني فجأت به السؤال ما كنت متوقع عبدا. اما لحقتي وطرحته. فليكن عيد الفنان بكل بساطة اتكرته مجلة الشبكة بقلم رئيس تحريرها جوز مراهيم الكوري. سنة اتنان وستين. اول ما استلمت رئاسة تحرير الشبكة يعني من اربعة وثلاثين سنين. نديت بعيد للفناني. وظلتني استمر بهذا النداء. الى ان اجت الحرب. توقف اي تكريم. خلصت الحرب. او باشرت على النهية. سنة التسعين نعملنا اول حفلة تكريم للفنان. بخبت بنية. مطعم حضرتك عبتقولي انه تعالوا مسرحة للفنانين. عند اهل الحسن ابو الحسن الكرام. جماعة فتحوا قلوبهم الستمائة شخص. كلهم كانوا منتبار الفنانين في لبنان واحتفلنا بالعيد. التاني السنة. آنسة تدرب الحببات. كزلك الامر احتفلت فيه. بعدين تزوجيت احتفلت بعيدة و بعيد زوجة و بعيدة فيه. في ناس هويتهم انتحال الصفات ينتحل الصفات يعمل حاله تحريه ومش تحريه في ناس حرامية حرامية يا أخي طيب شو بدك تسرق ماذا تسرق مني ألف دولار طب هادي ألفان لابا مبسط ريال ألفان بدي أسرق حتى أمبسط السرق أحدهم انتحال الصفات انهو مبتده هو اللي ابتده على الفكرات ومبنشو مهدول ومبتكر شعاله مبتكر فكرة آدي فنان لكنام مبتكر على الفنان شو جابك انت لعرفين اصلا شو فهمك بالفنان أصلا الفنان الفنان اللي بحقك يشوف همك فيلد قال هو اللي ابتكر وهو اللي عمل العيد وهو اللي عمل هيصر السوذج من الناس صدقوه بس النبهاء والأبتياء والعارفين والعالمين مثل حضرتك حضرتك موجودين يعرفوا الحقيقة يا شو انا ما ما بهمني مثلا يسرق لي بيدي ما بسهل بس يسرق لي فكرتي قامت لقيامي قامت لقيامي وقامت على كبير وانتهت بإعادة الحق الى اصحابه ووزارة الثقافة هي بدأت تتبنى القصة وتصدر مرسوم رسمي بمرسوم جمهوري بتوقيع كريم انه عيد الفنان من قرف له يوم كذا صفي عيدة رسمي ونشير بكل بساطة الى ذادي ابتكرة فكرة عيد الفنان في لبنان وهي الشلطة ليش هاليوم بزيت ستاس جورج ماليش انا انا عملته اول لسان اول لسان طلعت معي اول لسان انه اول الربيع كنت شوي طلعت به هالفكرة مش اول كيد نسان والسان دابريل كثبت نسان لا اول نسان طلعت معي راح غير نقل ابتكرت واحدة وعشرين اياري بعض الفنانين اللي اشتركوا بعيد الفنان انا برثي لحالهم بشبه عليهم عندهم مصالح خاصة منتفعين فيهم مع منافقين بدك سميهم بدك سميهم عملوه انه ايش انه منهني فلي اثناني فلي تاني على انه يا لطيف هو دبتك رايد الفنان لما سنت اثنان وستين عملينا دي فنان نحن هلأ منتبتكروا استي جورج على سيرة عيد الفنان شو رأيك هلأ انتوقف نحنا وياك مع محطة نشوف فيها اراءة عدد من الفنانين بعيد الفنان كويس عيد الفنان بصراحة مهم جدا لانه الفنان اللي بغني باسم بلده وبحب وطنه وباخلاص اكيد هذا لازم يكرموه ويكون له عيد وباني وبانيك الفنان كيف ما تقلب ان كان درجة اولى او عشرة بظل يسحق عيد الفنان بيستاهل عيد لانه الفنان هو المهن الوحيدة في لبنان وبالعالم حتى العالم التالت يعني عم بحكي عالمنا نحن يلي الفنان ما بيقدر يعيش بس من فنه فمجبور يعني شغل تاني فمتل ما خلق عيد الام لفضل الام على العيدي رجع من بعد منها خلق عيد البي ما بعرف ليش خلق عيد البي بس كمان بجوز لانه بروح بيشتغل لغزة العيدي كمان بالستينات خلق الاستاذ جورج براهيم الخوري فكرة انه نعمل عيد الفنان ويومتها نعمل باعتقد فترة معينة لكن هذا عيد بده ليستمر يعني بده رعاية بجوز من الدولة بده رعاية من المسؤولين بده رعاية من قوى اعلامية قوية وعليت الحرب وصارت ظروف هايدي وحسب معلوماتي المبدئية اللي اكيدي غيري عنده معلومات اكتر لانه بيكونوا اكبر منها وسبقوا واعيين للماضي اكتر انه صاحب الفكرة لعيد الفنان الاديب الكبير لأستاذ جورج براهيم الخوري اللي طلع بالفكرة وصار في احتفالات حلوة كتير قيمتها ما بعرف بالصدق يعني بس الفكرة العامة بعرفها انه وشائط الظروف الامنية والظروف اللي صارت بالبلد انه هالعيد يتلاشى شوي شوي فكرته وذكرته اللي انشأه استاذ جورج براهيم الخوري الى ان هلأ بالوقت الحاضر رجعنا الحياة رجعت نسبيا على الحياة الطبيعية وبدنا نتذكر عيد الفنان وبدنا نرجع لعيد الفنان ونرجع لعيد الاساسي اللي هو طبعا استاذ جورج براهيم الخوري وبتمنى انه يتكرس مظبوط ويصير سنويا عيد الفنان ويصير نقدر صحيح انه عيد الفنان هو بحد ذاته الفنان هو عيد للعالم يعني بمعنى انه بدي فرح العالم بدي ضحك العالم بدي فرجي لوحيتي للعالم لكل العالم بس حلو وقت الاوقات العالم يعطوني حقك فنان بذكرة انه عيدك بس مش اكتر من هاي بتمنى انه يتكرس العيد بي تاريخه الاساسي وبي جدية اكتر وممارسة اكتر على الارض لحتى يصير عيد بلش من لبنان ومنعرف انه لبنان هو مركز التقل بالشرق العربي بنسبة لا اي شي اعلامي واعلاني ينتشر اي فنان بدو يجي على المنطقة بيجي من خلال لبنان اللي ينتشر ان شاء الله هالعيد بيصير بمصري يعيدو فيه وبي ومكان يعيدو فيه انطلاءا من لبنان وانطلاءا من فكرة حضرة هالقديب الكبير جورج ابراهيم الخوري باول نيسان 93 جريس حداد قامت بحفلة كبيرة تحت اسم عيد الفنان شو رأيك بعيد الفنان سنت 93 باول نيسان حبيت اعمل حفلة فعرفت انه فيه عيد اسمه عيد الفنان منين عرفت عرفت من الصحفية نضال احمدية انه فيه عيد معيد احتفلوا فيه بسبب الاحداث وبسبب اهمال النقابة وكان اللي اخترع فكرة العيد الاستاذ جورج ابراهيم الخوري سنة 62 وكان فيه احتفالات بسيطة بهديك الفترة لحديد سنة 91 نعمل احتفال كبير بشبينية واجهوا كبار الفنانين على الحفلة وماعد اتكرر العيد وما احتفل ما حدا نهتم فيه فقلت لاش لا فحبيت ايه كتير حبيت انه اعمل عجبتني كتير الفكرة كتير كتير يعني انه تتجمع عدد كبير من الفنانين بحفلة واحدة هاي صعبة لان صعبة تجمع اربع فنانين على فنجان قهوة تعرف كيف يعني افكارهم ببعضهم فعملنا حفلة وكانت حفلة يعني تميزت بالتنظيم وبكرمة بالمال وكان فيها حوالها خمسمائة شخص خمسمائة فنان ما بين كاتب ومنتج وشاعر ومطرب ومطربة وممثلين ودعيت الى شركات انتاج عربية ومدرة محطات عربية ليساهموا ويعرفوا اكتر بعد الاحداث الاخيرة على الفن اللبناني وعلى الفناني اللبناني حبيت ادعيهم لحتى حسيت انه هولي ممكن يخدموا الفناني اللبناني انه ما ادعي فنانين اخرين بياخدوا شغل من قدام الفناني اللبناني فكانت حفلة حلوة ومتكرريت ما بعرف ليه لسنة هاي مثل ما عرفت قالولي انه نعمل عيد للفنان بس ما كان لكل الفنانين اللبنانية كان لفنانين معينين لو معين ايه تاو استيس جورج اديك انه دور مهم فيها هالحفلة تعرف يا استيس جورج ابراهيم الخوري يعني مش بس هو ساحب فكرة العيد هو مطلق النجوم هو وهو النجم الابرز بالصحافة الفنية اللبنانية والعربية وقاله فضل كبير ع كتير من النجوم بلبنان والعالم العربي فرحب الفكرة وقال لي يا بنتي انا معيك وفعلا توفقنا بالحفلة مع انه كتير ناس حربونا بهذه الفترة ما تتصوري قدي يعني كتير لقينا محاربة بس نجحت الحفلة الحمد الله وحبيت يكون الى طابع رسمي فزرت وزير الاعلام بهديك الوقت الأستاذ ميشيل سماحة وقال لي انه اوكي حتكون برعايته فالعيد اعتذر قبل بيومين لقام بسبب بالسفر كان عنده سفرة مع فخمة الرئيس على الخليج وقال لي كان الى طابع رسمي وكان مش العيد من وقته من بعد الحفلة العملية سنة 93 معت في تكاتف بين كل الجهات المعنية بهالعيد هيدا يعني مفروض كانت وزارة الصفافة والاعلامة والسياحة وكل المؤسسات الإعلامية المرئية المسموعة والمكتوبة وكل النقابة الفنية على أنواعها كان مفروض كلهم يتكاتفوا ومع صاحب فكرة العيد لأنه من حقه علينا من وجبنا أنه ما ننكر له فكرته اللي ابتدت برجع بزكة من سنة 62 مع جوج ابراهيم الفور نعم فكان لازم كلهم يتكاتفوا كل هالجهات وكل هالأشخاص اللي حكيت عنها ويحددوا تاريخ للعيد ويعملوا وينشوا فيه طبعا يرجعوا يعملوا حفلة منظمة ومن أجل خير الفان والفنانين وأحيي الأشقاء الأحبة ضيوفنا العرب الذين يشرفوننا في هذه الأمسية الرائعة وجريس حداد لم تدعوكم لتحتفلوا بعيد الفنان فقط بل لتتأكدوا من أن لبنان لم يعد كما كان بل عادة أقوى مما كان موسيقى 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 استي جورج قبل ما نرجع لحوار الليل مفتوح بدنا نسألك لمين بتحب تسمع هلأ أغنية لعملاق أو عملاقة من قديم الغناء العربي يعني في عملاقة برأيي غير أم كلثوم أم كلثوم أعظم عملاقة أنجب الشرط بعد ما سمعنا أم كلثوم من الشعر الغنائي اللي غنته أي بيت شعري كان أقرب وأجمل لألبك الله في بيت رائع جدا لأحمد شفيق كامل اللي هو عامل الغنية الغنية تم الحياتي ما حدا سبقه من الشعراء أو الشعراء الأغاني على الأقل بالوصف اللي هو وصفه مثلا وانت معايا يصعب علي رمشة عينية ولا حتى صنية يصعب علي ليغيب جمالك ويغيب دلالك ولو شوية ما حصل بعد أنا ما سامع بعد بيت شعر واحد خايف يترمش عيونه حتى ما يشوف ما يغيب وجه حبيب وعنه ولو رمشت عين شي رائع جدا شي رائع فعلا هدا أكتر شي بحب الغنية مشان هاك أنا طلبت الغنية بالزيت مشان البيت هدا نزوق يا أستاذ جورج تسلمي أستاذ جورج هو نستطرات بسيط وقال إنه أغاني سيدي الكبيرة أم كلثوم تحوي كتير من الإباحية المبطنة بما أنك ضليع بأغانية هالأدوة ببيوت الشعر حتى هل بتعتبر إنه شي صحيح؟ إنه في معاني بتحمل في جمل بتحمل أكتر من معنى إذا منت معان فيهم إلى حد كبير اللعب تقوليه صحيح؟ صحيح لا شك إنما لا تجرؤ مطربي غير أم كلثوم على إنشاد هذا اللون مش ما فيه سميه إباحي هذا اللون الجريء والشاعري والحقيقي لمعاني الحب لأن الحب يعتمد في جوهره على الجسد والروح صحيح إنه إثنين سواه الجسد بالأول بعدين والروح هذا شي جسد مقدس يعني مش عايد لم تقول دق معايا الحب صحيح هذا الحياة البيت اللي كان براسل دق معايا الحب حبة بحبة من حنان قلبي دق معايا الحب دق 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 شو قداش قداش صورتلي كياها صورتلي كمعنى الذوق والذوقان بإيديها وبتكرارة لكلمة دق شو يعني دق معايا الحب حبة في حبة ما تسميها بحية سميها روعة روعة من روائع الحب في غناء أم كل سنة أنا هيدا برأي صحيح طب أستاذ جورج كمان حبيب قلبك الفنان عبدالوهاب كمان شو أجمل الشعر الغنائي اللي غنيه كمان أكتر شي بتحب تسمعه والله إذا قلتلك إنه كل أغنية بمجموعة كلها بحبة وبعشقة وكلها بتأثر بقلبي بالذات بحب منه كتير عندما يأتي المساء ونجومه الليلة تنثر هاي هاي دي من أجمل الأغاني اللي بتفوت للقلب في عندك غنية شعبية حلو كتير حلو لكل الناس تغنية هي يا دنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي مهما كانت آلامي قلبي حبي يا دنيا اشرب كاس التهاني ورقص على الأغاني دا بكرة كله فاني كله فاني يا دنيا هاي دا هذا مش ممكن إذا واحد عبيحاول يغني لعبد الوهاد هالبات إلا ما يغص ما بيقدر ما يغص إذا كانه مطرب وكان حساس اللهم أما إذا كانه ببغاء ماشي حاله ما بحس ما بيصله شيء منصور الرحباني وجورج إبراهيم الخوري بيتميزهم صداقة قديمة ومتينة بيتحب تحكي لنا عن هذه الصداقة كل من ذكر جورج إبراهيم الخوري بتطل وجوه ناس كتبوا تاريخ الفن بلبنان وبمصر والعالم العربي بتطل مهرجناك وليالي أعيال وإيام حلوي كمان بتطل سنين حرب وألم جورج ما كان يطعب يا عيدي جهي بالناس والإيام والأصوات مثل الصايغ الماهر مين ما بيعرف رئيس تحرير الشبكة مين مقر الإفتتاحية ورد وشوق وقطارة الليل هالألم الشيق واللي بيبتكر أشياء حلوة واللي إذا انتقد بيوجع وما بيجرح جورج خلفه أربعين سنة نجاح عمل من الشبكة قضية شبابه وحياته عملها حكتافه دخل لكل بيت بلبنان وبالخارج وبيفرح لما بتقليله أنت تلميذ سعيد في العيحة بيقلك أنا تلميذ والبار وهذا إذا دل على شيء بيدل على أنه جورج إنسان أصيل ما بينكر الفضل ولا بينسى عظماء الموسيقى في لبنان وبالبلاد العربية كلها كانوا الأخت بغدوه ويعيشوه ويصادقوه ويعرف حياتهم تفاصيله السيئة والمليحة بس ولا مرة لما كان يكتب عنهم يكتب إلا بمحبة تزدلهم رصيدهم بالقلوب نحن وجورج كنا رفقة عمر وأنا بعد مرات كتير كنا نختلف بالقراء مرات كان يكتبها على صفحات الجرائد يقول رأيه ونحن ندل على قراءنا وأثناء هالعواصف اللي كانت تصير بياناتنا خدوا أشياء حميمي وأشياء خاصة بتخصني بتخص عيتي وبيعرف إنه هاي مش للنشر وكمان كأنه بكرسل أطراف ما عمره زكرة وما عمره مع إنه مهنته البحث عن الأخبار والأسرار سلم وأسرار كثيرة ما عمره يذكرها ويحمل كأنه نسيها وبالمقابل هو كمان يخبرني مشاكله الخاصة ونحن نكون متفاهمين ونتلاقى ونتغدى ونقرى مسرحيات بعد قيد الإعداد وذلك الإنسان عرايه إنما الصداقة ما تتخدش أبدا الصداقة فوق كل شيء يا صديقي جورج بهالليلة المفتوح ونحن صار ورانا اللي ورانا وما بنعرف شو بعد باقي ومشو نخبى طعا نتهدى ببعضنا ونمشي بخطوة سادة نتقدم بالخطوة الملكية نبارك الحياة صوب العمر الكبير يمكن يكون بعد في بقية سعادة سيد جورج مجرد ما تذكر هالبيوت الحلوة اللي عم تحكيها من تمك نعرف أنه عندك أحساس مرهف أكيد بس ما دمنا عم نحكي عن الأدب رصيدك بالرويات والقصص وكتب الأدب كتير شو كان أول كتاب لألك وقدت رددت قبل ما تنشره والله ما ترددت أبدا الحقيقة لأنه عندي الشجاعة الأدبية أعمل اللي بدي أعمله واتكل على الله وما أسعل عن حدا بدني كله إلا عن كرامة القلم اللي أنا حامله تكونوا له كرام يعني أول كتاب ما فيه أعتبره كتاب كما يجب أن يوحان كان مجموعة حلقات خمسين حلقه ما برنامج بفرجها الله جمعتهم بكتاب على بناء لطلب كتير من الناس بدهم يحفظون بفرجها الله جمعين وخمسين حلقه وهذا كان أول كتاب اسمه بفرجها الله تاني كتاب كان شوك بلا ورد أنا عندي باب اسمه ورد وشوك عملت كتاب اسمه شوك بلا ورد حطيت فيه كم نقط كاريكاتوري مش اجتماعي وفني يعني كان اجتماعي أكتر مما هو قطع أدبية تالت كتاب ليال هذا اللي نعمل فيلم بالسينما المصري وهو مش معمول للسينما المصري هو معمول للسينما اللبنانية حتى مش معمول للسينما أصلا بس إذا وللبيت بدوين عمال كان لازم ينعمل بلبنان يلي أنت بطوطو سوهر رمزي سوهر رمزي يعني سوهر رمزي مع احترامي لألا مطربي شو اسمه ممثلي حلو كتير بس مش برشاقة ليال اللي أنا صوره ليال يعني كيف شهناز عبدالله مثلا مثلا هتزعى الريم عن شكلا بشكلها يعني بشكلها بمشاقتها وبنعمتها وبرشاقتها بجسمها الخيزراني الحلو هيك كانت سوهر رمزي كانت شوية انتقل العشاء متقبل ما تنفسي ما ظبط إنما المهم ليال أخد ضج كبيري حتى إنه ترجم هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية قالولي ومنها إلى الفرنسية ومنها إلى الألمانية أنا ما شفته هيك قالولي بيصور يكون دعاية كيزبة بعد منها الوحش الجميل كتاب الوحش الجميل حكاية رجل عصامي اللي وردت فيه العبارة اللي أثرت كتير بمنصور الرحباني صديقي الأديب والشاعر والموسيقى عب أذكر عن عب أحكي عن طبقة المتوسطة عب أقول إنه الطبقة المتوسطة هي أشق الطبقات الاجتماعية على الإطلاق لأنها لا تملك المال لتعيش أو تملك الفقر لتستعطي طبقة صعبة كتير لا قدراني تعيش ولا قدراني تشحد هاي الطبقة المتوسطة أثرت في كتير حتى وردت فيها جملة ومعامل عليها قصص طويلة عريضة عن عنصور بعدين في هديل بعد منها ليالي الأنس آخر كتاب قبل منها في حكاية معبد الوهاب وفي حكاية معبد الحليم حافظ أربع كتب هؤلاء أجموعة الكتب ما بعض بسنسيت شي ما أنا بتذكر طب أستاذ شكرا هالكتب اللي ذكرت لنا ياهون يعني نتاجك الأدب فعلا الكثيف اللي عادة بيتميز بعلاقته الشخصية فيك في روح خاصة هل هو فن أم بوح لأي مدى بيعبر فعلا وبصدق عن حياتك الشخصية والخاصة يعني الحقيقة لو ما تكون شخصيتي موجودة بهالقصص ما كنت قدرت كتبت ما كنت قدرت أبدعته مع ما كان خيالي ووازيه يعني عشت عشت كلها الأساس اللي أنا كتبها وكنت أحد أبطالة بهالقصص إنما بأسماء مختلفة قريبة من بسن باسن بطرهان مثلا بالباء كله بسام أبعب شوي إنما في كتبين كانوا بمنتهى صراحة بالأسماء الصريحة كنت أنا أحد أبطالها القصة هذه مع هديل مثلا قواتين قصة ليالي الأنس معناي بطلة القصة قصتي أنا وياها وشو حكيتلي وشو قلتلي وشو مشاكلها وطرع منها كتب حكايت مع عبدالوها بحكايته أنا الشخصية وكاتي مع عبدالحليم نفس الشي الصعوبة كتير بتلاقيها بالأدب البوح الشخصي إنك بتكتبين حالي بطريقة ما تبيني فيها مغرورة أو مدعي بمنتهى التواضع بالوقت ذاته بدكت تحكي الحقيقة متماهية قدرت قدرت حكيت الحقيقة متماهية بأسوب لبأسة به وكان له أثر في المكتب اللبناني والحمد لله أستاذ جورج إطلاق العنان للمخيلة منه شوي أخصب بتعتبر أخصب من سرد وقائع شنيها لأنه الحقيقة جفة أكتر بدون شك مثلا أنا أدخلت حوارات على كتب ما صارت معي بس تمنيت لو صارت نعم في انتكي نعم أدخلت عملت أنه هايلي صارت بس هي الحقيقة ما صارت تمنيت الخيالي القصب اللي عبتحكي عنه حضرتك هو اللي خليني دخل الحوارات الجديدة اللي تمنيت لو قلت نعم انتكي يعني قدرت تخلق شخصية بعد ضفت علي على شخصيتك شو عليها شو عليها يحط للشاعر لا يحط لغيره يجوز للشاعر ما لا يجوزه لغيره صحيح أستي جورج أنا كنت بدي أقل لك أنه الشخصيات بروياتك كأنه نبيشبه جورج إبراهيم الخوري بس أنه حضرتك قلت أنه لا هني جورج إبراهيم الخوري ولكن بأسماء مختلفة بس رغم الصخب وعنف التجربة إلا أنك بتحرم على شخصيتك الانغماس بأشياء ممكن تسيء لكبرياء البطل صير لأنه صارت لازم تقال ولو أنه بتسيء لكبرياء البطل صارت إنما على البطل أن ينتزع حقه هو كبرياء وبيده دائما بيسحب السيف بالآخر إذا ما انتصر بيكون على الأقل دافع عن كرانته وعن كبرياء أنت شوه حصلت مظبوطا بنيك أنك أنت نبيها للأسنان شو جديد أكيد يوم أستيجور والله أنا في طور إعداد كتاب اسمه قصارة الليل قصارة الليل بدي أجمع فيه أجمل أو ما أعتقد أنه أجمل ما كتبت في الشبكي بقي قصارة الليل هو حوار حب بين رجل وإمرأة قال لها وقالت له وغالما ما تبني شي قالت له ماذا قالت له يا لطيف شبك بس الملاحظ بكايفارة الليل أنه دايما المرأة بيكون عم تستفهم عم تستفهم من الرجل عن شعوره هو دايما بيكون أخذ الجانب ما كتير بعبر عن لأن الرجل بنظر المرأة لغز مش المرأة بنظر الرجل لغز المرأة ليست لغز على بالفرق أما اللغز الأكبر والأجبر والألعن الرجل هو الرجل رجل ما ممكن حدا إدري يفهمه على حقيقته بالعالم حقيقته كتير عند الرجل رجل خطير جدا مخلوق عجيب مخلوق مبطار فيه أمت ملك أمت شيطان مبطار فيه أمت حنون أمت قاسي مبطار فيه ناحية الإجرام النفسي الموجود فيه مبطار في الحب الحقيقي عنده من الحب المزيف تلاقي الرجل المثالي اللي أنت عد تفتش عليه ويكون حقيقة مثل ما أنت بفكري صعب جدا الرجل هو اللغز مش المرأة للسبب هي دايما أنا بتسأل وأنا بحب وضيح قد ما أنا بعرف عن حالي أنت كيف قد ما أنا بعرف عن حالي أو عن بعض أصدقائي أو بعض رجال أو عن بعض اللي طلعت عنهم بحياتهم أصصهم نورا شوية زبات أستاذ جورج مازالة عم نحكي عن الكتابات والنشر بالنسبة للكتابات عن سنين محمد عبدالوهاب حضرتك بتقول أنه لو نجمع الحبر الأسود لأسيله قلمك عن عبدالوهاب ونكب البحر الأبيض المتوسط لصار البحر لونه أسود مش أبيض صحيح عم قولها الكلمة لا استطرد لشغلة كتاب جديد لمجد العمروسي الكاتب واتطرق فيه لحياة عبدالوهاب العاطفية وفينا نقول العبارة الجنسية فهيك سمعنا علاقاته مع النساء هو هو مجد العمروسي كتاب هو محامي مصري ومحامي شركة صوت الفن اللي بتصص محمد عبدالوهاب وعبدالحاني محافظ محامي زبا وأخيرا أصبح شريك فيها حب يعمل كتاب بعد رحيل عبدالوهاب بسميه محمد عبدالوهاب نعم تطرق فيه لأسرار جنسية كان يبوح فيها لمجد العمروسي حسب زعمه هيا حق وقامت لأيامي عنهاي بمصر أنه ما بجوز تكتب عبدالوهاب هالكلام حتى ولو قال لك هلأ نحنا في تليفزيون محترم ما بجوز نردد شهو من كده إنما بيتالفينلي من مصر بيقلي إزايك يا حبيبي بتعرف الدبلوماسية المصرية قلت له كويس قال لعجبك كتابي قلت له آه كويس قال يعني مش حابي تكتب عنه بكلمة كده قلت له لأ قال لي ليه قلت له لأنك أنت يناكر المعروف قال إزاي قلت له كتبت عن كل الصحفيين اللي كان أصدقاء عبدالوهاب بمصر نسيت جورج براهيم الخوري اللي هو الصديق الأخلص والأوفى قال لي يا راي دي حاجة أنا نسيتها طبعا عادة طول يعني قلت له أنت أنت نسيتها بس أنا ما نسيتهاش قال طب يعني أقول لك قلت له أنت ما تقول ليش حاجة بس أنا اللي حقول لك يا مجدي هقول لك أنه لو الحبر الأسود اللي أسلته على عبدالوهاب بتاريخ حياتي نزلته على البحر الأبيض متوسط لصار البحر الأبيض متوسط بحر أسود هادي إيجي تلجيم لي اللي حضر بس أنا لأس تقول أنه حضرتك موفق على فكرة إصدار هيك كتاب لا 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 في الصحفي وفي الأدب الصحفي وفي الأدب الأدب العادي بالكتب ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال ينشر نعم يعني أنا ليش درت كون صديق الكبار بين أهل الفن ومش بس بين أهل الفن بين الكثير من الرئاساء الدول وملوكهم وأولياء عهدهم وأمراءهم أصدقاء حميمين جدا يعني مش بس حكية شبكي وفني ومجتمع لا في عندي صدقات كتير مهمة بحياتي لأني اتبعت معهم مبدأ إذا صحبت الملوكة فالبس من التوقي أعز ملبس وادخل إذا دخلت أعمى واخرج إذا خرجت أخرص مبجوز يأمنوكي على خضورهم يأمنوكي على أسرارهم تبهت ضحية ليش لأنك صحفيك لا في أخلاق في أخلاق الصحفي يعني بصراحة يعني الأسرار اللي أنا بعرفها عن كتير من أن يسمع كتير من الفنانين لو بدي أنشرها بخرب بلد كارسي مدوجوز مين منا تفضلي كتير من الصحف تعتمد على السكوف أو الحدث أو سبق الصحفي هني أحرار وبيعتبروا أنه بيحق للصحفي هني أحرار كل مجال إلى السياسة الخاصة يعني أنا السبق الصحفي دائما أنا الأسبق إليه على طول الخط مش جديدة علي إنما كيف بعالج القصص بعالجها بطريقتي بأسلوب الأدبي بأسلوب دائما أسلوب متبع عندي يعني أنه إذا بدك تكتب عن فنان تجرح فيه لازم تعرف أنه بكرة على بكرة بدك تقابله كيف بدك يكون موقفك منه نعم وحتى بمجالسي الخاصة أنا لا أهدد أحد على الإطلاق إذا فنان أو غير فنان أو صديق بدي أن تقدو بنتقدو كأنه موجود معي على الطاولة ليس كأنه غاية حتى يكون كلامي مختار بقال لي نكتب عن عبد الوهاب بوسطة مجل العمروسي كان خطأ كان خطأ فريح ما بيجوز أستاذ جورج تنحكي عن غير شيء إذا أكيد عم بتلاحظ وتسمع وتشوف ظاهرة ظاهرة غناء وتسجيل أغاني للجيل الجديد من أغاني الجيل الأديم حلو فقبل ما نفوض بالموضوع شو رأيك نسمع شوية أراء عن هالظاهرة حلو شو رأيك بالطرب الأديم؟ الطرب الأديم هو الحقيقة الفنية الوحيدة اللي غابت لعلى لحد هالله عن السحة يعني أم كلتوم عبد الوهاب فغيد الأطراش هدول عبد الحليم الحافظ عبد الحليم حافظ هدول المطربين أغاني كتير حلوة والسبب أنه كتير حلوة أنه في كتير ناس حتى مطربين جديد عم يجربوا يغنوهن بحب الأغاني الأديم كتير 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 ممكن يكون الهدف منه إيجابي بس الطريقة عم بتكون بس إعادة تسريع الأديم إيقاع الأديم ويمكن هي على المدى البعيد ما إلا حسنات حتى اللي عم بيقدوا الأغاني الأديم عم بيقدوها من دون ما يديفوا على شيء من دون ابتكار نعم مش هاردة تقليل وبالتالي صار فيه إفلاس بالبلد عم مستوى الغنية واللحن فيه ظل عدم موجود غنية حلوة بالأحرى كلام حلو ولحن حلو عم بيضطروا هالمطربين إنه يرجعوا ويغنوا لغاني الأديمة وشبت كيف تسمع من الصرف الأديم؟ المطربين الأساسيين اللي أسسوا هذا الغناء اللي أنت عم تسألي عنه بالدرجة الأولى محمد عبدالوهاب ومكلتون طبعا ومجموعة المطربات العظيمات اللي ظهروا مثل أسمعان مثل ليلة مراد مثل بلبنان نور هدى ونجاح السلام سعاد محمد هو اللي بشكله أو فايزة أحمد هو اللي بشكله موجة الطرب الغنائي الأصيل لأن احنا منفتقده بالقيا عبدالوهاب وفيروز وكلثون ووضيع الصافة أسمعان فريد الأطراش فيروز السبت لكل أكيد عبدالحليم أستاذ جورج أكيد نحب نسمع رأيك باللي نقال وأكيد رأيك بإعادة تسجيل القديم وشروط هالعملية لنجاحه لأنه البعض عم بيشور للأغنية بإعادة تسجيلها يا ست ستات أصعب ما يواجه الفنان الصاعد اليوم سواء كان رجل أم امرأة هي إيجاد الأغنية المناسبة والناجحة التي توفر له النجاح نعم الأغنية الناجحة إلى متطلباتها المادية الغيرق المتوفرة بالفنان الصاعد نعمل يجيب ما معه يمكن معه حق تسجيل يمكن يقدر يدبر فرقة موسيقية ممكن بس يدفع شاعر ويدفع ملحن صعب عاد عن أنه في أغاني قديمة جدا من أجمل الأغاني على الإطلاق مهما أبدع المتحضرون الحاليون في ابتكار الألحان الجميلين ما راح يوصل لمستويها هاي الأغاني هاي إلنا لهالفنانين الصاعدين ارجعوا وغنوها بأصواتكم وحتى تجملوها ضيفوا علي التوزيع الموسيقي الجيد الموسيقى بالأول كنت تركيكي كنت ضعيفي مش عمستوى الحضارة الموسيقية الموجودة اليوم سواء في لبنان أو في مصر اليوم الموسيقيين مبدعين جدا الأغاني الأديمة أولا تكسبوا غنية جديدة حلوة تحييو التراث ثانيا بتجملوها التراث هذا بالتوزيع الموسيقى الجيد لسبب أنا كتبت مقال في هذا الصدد أدعو فيه إلى إحياء التراث الغناء القديم وبالذات الغناء المصري أستاذ جورج من التراث الفني اللبناني مين ممكن يعاد تسجيل الغنية مالعطي أمثال مثل مع حفظة الأقاب اللي هي بيضة ليسر باز وإذا كان المطرب عايش برأيك ينعاد التسجيل بصوته أو بصوت فنان شاب اللي هي بيضة والياسر باز ما فيكن تعتبر مطربين عصري مثل مطربين المشهورين يعني كانوا مغنيين بلديين يعني كانوا يغنوا الألوان البغدادي يعني الطرب البغدادي تعرف البغدادي يعني يعني سبع بيات ثلاث ثلاث أبيات بينقفلوا بكلمة وحدة كل واحدة إلى معنى مع ثلاث أبيات جداد كل واحدة إلى معنى وبترجع بتلف بآخر بيات على البيات أبيات الثلاثة الأولى بكلمة إلى معنى آخر مثلا مثلا بتحب تسمع الشمويل البغدادي بيقول مثلا يا طير باسم الوفا صوب الحبايب مر مر حي وليفي ورشه من سلامي مر بخور وجل فؤاد انضنى وبعد بحب مر أوه محتار عفرجته هيمان ماله مثل وانعاتبك بالوما وعنك تنحه ومثل مشه بوث تراب الحما واذكر مجال المثل ايام تسجي عسل ايام تسجي مر رجل للمر الاولانية اليا بيضة والياسر باز كان يغنوا هاك يعني حتى تقدر تبعث لنطراث ويرات يبعث بدك اصوات مين من الاصوات الموجودة اليوم بيقدر يعطيك النكهة البثدادي الاصيلة اللي كانوا عايشين عليها البيرت اجمل حياة بتاريخ بيروت كلها كانوا ينزلوا على الوزاع ينصبوا هالعرزال يبسطوا الارض يحطوا تسكت العرق مع المازات المظبوطة ويجيك خيك بعيون مع البزق بلش يرشوا رش البزق مش عزف البزق رش يرشوه بالريشة ويطلع عليها بايضة ويغنوا هالبغداد غير امثال اما من الباقيين مثلا التراث اللبناني من الاروح التراثات المطرب اللي كبر بالعمر باللبنان ولا يزال قادر على حسن الإداء وذو نفس طويل وصفاء في الأوتار إذا بيقدر بيكون أفضل بكتير أنه يرجع يحيي تراثه بصوته على شرط يوزع توزيع موسيقي آخر لأن توزيع موسيقي بالأول كان كتير كتير كيك إذا استاذ جورج مدام ذكرت الفنانين اللي كبروا بالعمر وعبقوا لازم يفكروا يمكن يعيدوا تراثهم بتوزيع جديد بيخطر على بالنا لوردة كاش كنا بالبداية يحكينا عن الصبوحة اللي صحيح كبرت بالعمر إنما شبهت بالنحلة بعد صباح 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 صحيح 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 إنما نحن نحاول نشوف صباح اللي دايما بعد عم تعطي حتى فنيا لوردة كاش عشان قطعت عن الساحة واليوم عم ترجع تفكر تعيد أحياء ذكرى أو تراث القديم بصوت أيضا بنظرك العمر ما له حق على الصوت أيضا بدون شكل أمانتي بالله نعم إذا بدت غنيها لوردة كاش وهي بد 80 سنة مثل ما غنت اليوم اللي كان عمر 20 سنة معقولة مش معقولة العمر له حق الأوطار تهتري تصدق الأوطار أوطار المطربين مثل الحب الحقيقي الحب الحقيقي لا ينسى ولكنه يصدق يصيب في صدق الأوطار هاي تصدق معلي العمر إنها سنة الحياة وشريعة وجود يعني هي لوردة كاش المقيم اليوم في مصر عم تحاول تعيد إحياء أربع أغاني قديمة لألة بصوتها يعني الحقيقة ما بعرف صوت لوردة كاش اليوم كيف هو ما بعرف ما بعرف بعرف مثلا أم كل توم غنت بال 80 وعند بنت 30 بنت 40 إذا كان لوردة كاش عندها الإمكانية الصوتية يلا أهلا وسهلا فيها يارات يارات إخلقنا لوردة كاش جديدة بصفو عن لوراين ديكاشتين واحدة بـ 80 وواحدة بـ 20 أما إذا كانت تحييها بأصوات الآخرين بيكون أفضل أنا برأي بيكون أفضل كتير أفضل شو شو معنى تعيد هي تراثة بإيدها بالقليلة إذا أجا أجت مطرب جديدة غنت لها بالقليلة بشوف شي شديد بستمتع بشي حلو شي جديد لاش نفس الصوت مثلا يمكن هي بتعتبر ما في حدا حيقدي بالجودة اللي هي تدفيع لا لا في في كتير نعم أستاذ جورج نور مهنة لما نغنى أغنية وحشتيني للفناني الكبير سعاد محمد نجح بإعادة إحياءها الأغنية وتقبلها الجمهور منه كتير وكان أول من باشر بتنفيذ هالطريقة إعادة تجيل أغنيات لفنانيين قدامة ونور مهنة كان ضيفنا بالليل مفتوح من فترة طويلة شوي وغنى هالأغنية شو رأيك نسمع معلو اشتركوا في القناة 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 تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى من خبل بكري فرقنا واحنا يروح قلبي ما صدقنا من كفل بكري فرقنا واحنا يروح قلبي ما صدقنا اشتقتلي ورجعتلي وقلتلي وحاشتلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليالي 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 لا بارقتش سانيا خبيبي خيالي ليالي 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 you وانته لك في ليالي البعد انته لك في ليالي البعد اتجيني 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 اوام انته لك في ليالي البعد انته لك في ليالي البعد اتجيني اتجيني اوام اتجيني بضحكتك يا حبيبي ليالي ليالي انته لك في ليالي انته لك في ليالي وبغني وأنا بحلم بلؤان بستنى الفرحة وبستنى وبغني وأنا بحلم بلؤان الله حلال الحبيب بعد الغياء حلو تفت خلي الهوى إرجع الشباب الله الله تعال نخلي الحلم حقيقة تعال 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 نعود كل دقيقة تعال تعال من خفلة بكرة يفرقنا واحنا يروح قلبي ما صدقنا من خفلة بكرة يفرقنا واحنا يروح قلبي ما صدقنا اشتقتلي ورجعتلي وقلتلي وحشتلي أستاذ جوجو عرفت بحياتك الصحفية الأولى بتعليقاتك الساخرة باسم حميدو تحت اسم حميدو قداش كان هالباب ما نفصلق لك شو فيقك على هكذا باب حميدو قعدت باب بالشبكة باب عادي كتير يعتمد على سؤال من القارئ وجواب من حميدو ليه حميدو هكا اسمه استعار لمهم يكون الجواب ساخر ولاذع وضاحك كانت مهمته صعبة جدا 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 استمرت فيه مدي طويلة إلى أن كترة الأعباء اكتفات هلا بأنه أحد الرفاق يوضع الأسئلة اللي بتجي لحميدو وبجاوب عليها أنا أنا بجاوب عليها بس وقت تكون في فراغ أو بجاوب عليها الزميلة دا اللي ما بحب يلين عن اسمه لأنه اسمه مستعار حميدو إذا قلت له حلو نتركو مش حلو من غيرو ومستمرين أشراف لا أكتر للأقل بس بعضو بعضو ماشي بعد تتصور شوفي عندو أنصار شوفي عندو محبين أنا كنت كتير أقرى حميدو دايما كنت أتساءل إذا عن جد هيدور رسائل من القراء في منهم بيتمتعوا بفعلا مخيلة واسعة في منهم بلغة أدبية مميزة والرد دايما يجي منطقة طبعا نحن مرستقلونيهم طبعا مش بيع الأسلوب هادم نزبطلو إيه إنما السؤال سؤال بيورد من القارئ بيخطر بالك إنما يكون فيش سؤال مفتعل مثلا أي أحيانا نعمل سؤال مفتعل إذا بدنا لكن نزجزق حدا يعني نخلق له نخلق له هيك قصة طيب أستاذ جورج من حميدو مننتقل لكون حضرتك ملحن أيضا إنما هالناحية أو هالجانب من إبداعك ما حبيت كتير تستغله وظهر بعلحان معدودة شو السبب؟ أولا أنا لا أجرؤ بمنتهى الصراحة على أني أعتبر نفسي ملحن كلمة بلحن كبيرة كتير كتير كبيرة بيعني خطرت ببالي هيك مرة لحن غنية لمشلين خليفة بحب لها صوتها وإحساسي مثل إحساسها طلت عبالي هونيك غنية لحنتها وسجلتها وظبطت معها اسمها منام منام يعني مطلعة أنا كتبته طبعا ياريت عيوني ما صحت عيوني لشافت حبيبي في المنام هلو عميئة وعميئة هاي ياريت عيوني الحقيقيين يعني ما صحت عيوني لشافت حبيبي في المنام وردي أحمر والنهري أخضر وحبيبي سابح مع الأحلام هذا ما طلعوا سجلناها وزعها في قد عواد كنت كتير محكي حلو فيها طرب وفيها كم فكرة طرب براسي هايكة حطيتهم بالغنية غنية تانية لمشلين كمان ياريتك يا حبيبي بتضلك حبيبي بتنور عيوني وتصهر شفوني وتشعل لهيبي وتطفي لهيبي تتضلك حبيبي يا حبيبي نعم اعتبروا إباحية لا مش إباحية أنا إباحية شادية غنت إباحية أكتر عندها عندها غنية طفيلي ناري مثلا كيف؟ شو لي طفيلك نارك لطعيف شو طفيلك نارك لسرت شادية فيه بمعنى مجازي ها كمان لحمت الله إياها حلوة سجلتها وكفى الله المؤمنين شر التلحين وانت هانا لا أنا مش محتري في هاي تلحين إجد عبيلي خطر عبيلي لحنين وانت هيتلص أكثر وأكثر وأكثر قصة جورج ببداية حديثنا اضطرقت لنجوم المستقبل ونحن لأنه عرفنا أنه انت بتحبوني كتير قررنا بحبح لك إياهم بهالسهرة يا ريت والله شو رأيك نسمع هلأ كارولين راضي ممتازي ممتازي كارولين كتبت عنا مرة ممتع لي اه كارولين راضي اشتركوا في القناة موسيقى 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 ما فيش كده وانا في المنا انا وحبيبي انا وحبيبي في المنا انا وحبيبي في الغراء انا وحبيبي في الغراء في الغنم ما فيش كذا وحبيبي في الغلام ما فيش كده يا لو حبيبي في الغلام ما فيش كده 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 ما فيش كده وعلى في المهامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الغلام ما فيش كده يا لو حبيبي ما فيش كده ما فيش كده 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 ولا في المهامة اشتركوا في القناة ما فيش كده 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 ما فيش كده 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 اشتركوا في القناة 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 اطلاق اليوم في كتير الظهر ما بعرفون يعني ان شاء الله بيكبروا ونظهر نحن حتى نلتقي طيب هون استطراد استيس جورج حكيت كتير عن صدقات بنيتها من خلال الفن وكتابتك هل من عدوات انخلقت نتيجة الفن ايضا مع فنانين لا اشوفي كتار يمكن من اللي بنتقدون يمكن ينزعجوا نعم بس ما بيكره بيعرفون اني بحبهم بيعرفون يعب انتقل مصلحتهم برجعوا لضنويرهم بلانو انا محب وليس كاري نقبلنا انا عبحاول ابني مش هدي هاي الحقيقة ما في عندي الحمد لله عدوات بين الفن على الاطلاق لانو اللي بحسه شوي مزعوش برضيه بوصي برضيه بتليفون برضيه بكلمه برضيه بنجزي بحميده بيمشي الحاف ما قدرش على الزعل انا مش طبيعتي كتير بحب القلب الطيب مش ماتا انا ده قلبي طيب لدرجته بقبئ لا القلب الطيب بكون كتير كبير قلبه او بكون صغير ابدا بحب يكون قلبي طيب معهم و اه اكتر من اللي اديقوا مني اخر مدى يعني مش سنتين اتلاتي اليوم اديقوا رجعوا لضميرون ورجعوا لولي تلقزنا انتي معك حق انحنا كنتو قبط مين ومش الحال وعف الله عما ماضى عف الله عما ماضى على سيرة الفنانين الكبار استاذ جوج من فترة تم الاحتفال بذكرى الفنان الراحل العاصر رحميني والتلفزيون أو بالأحرى وفد من تلفزيون مستقبل كان له بعض اللقطات شو رأيك نشوفهم سوا هلأ شو بيتكون هالسنة المهرجين الآن فيه؟ بس قراءات من شعر عاصي ومنصور مين رح يراهم؟ هالقراءات رح بقوموا فيه المسلين كبار في معنى أنتوان كرباج يلي هو كان نجم من نجوم الأعمال الرحبنية في هيام أبو شديد في رفع الطربي جاب يمين جزال بويز وورد الخال لا هانريس غايب ما قاله دور هانريس غايب داعي على الاحتفال الليلي بدي أقل لي كمان أنه فيه مداخلات من نضال الأشقر عبد الحليم كراكلة المطران جورج خضر السفير فؤاد الترك الدكتورة كلوديا أبي نادر ومن شاعر شعراءنا سعيد عال السيد اليس شو بتحب تقول بهالمناسبة؟ والله بهالمناسبة تعرفي عاصي هو خيه ومربيني وكل مرة بقولولي شو بتحب تحكي بهالمناسبة؟ والله أنا حكيت شغلي كاتبت بكتاب وغير رسالة من اليس إلى عاصي وكل سنة بعممة لأنه مش كل مرة الإنسان عواطفه بتتغير عواطفه وحدي والمحبة وحدي والذكريات وحدي والطفولة وحدي بعيشة عاصي اللي بقدر أقوله أنا شخصيا يعني بنقول عاصي أكيد عاصي ومنصور لأنه هني ما بيتفرقوا عن بعضه اللي خلوليك هالشرق كله يغير طريق كبير يعني هالفضاء الكبير اللي الموسيقى بتعرفي وبتنزل فيه وفي كل الاتجاهات هيدا كله مش هينين هون الأخوان الرحبان اللي عملوه يعني فيه شمسية تظلل الشرق كله وحتى المغرب العربي لأن أي إنسان بعمر خمسين سنة أو ستين سنة هني صار إلهم بالموسيقى فوق الأربعين سنة يعني من وقت اللي عمره خمسة عشر سنة أو عشر سنين بلش يسمع هالموسيقى وعمت المنطقة كلها واللي بقدر قولوا إنه عاصي يعني مش بعيد عنه بفكر عاصي دايما هو هكي قريب منه وإن شاء الله تكون الحياة لما منفكر نحنا ومتل ما منقامن كلنا سوا ومنحسبها سفرة عاصي مسافر شو بتحب تقول بها المناسبة بحفلة تكريم الفنان اللي كبير عاصي الرحباني يعني شو بدي قلك بدي قول شغلي إنه واللي مثل عاصي ما بيموتوا يعني هولي أشخاص مستمرين بالحياة وكانت أيام كلها أيام فرح وإيام صدق يعني بحاجة كتير وأنا بهنيكن على المبادرة الحلوة وكل اللي قاموا فيها لأنه مهمة كتير لأنه شخص مثل عاصي لازم يتكرم أكتر من هكي كمان يعني سيد أحسن شو بتحب تقول بمناسبة تكريم الفنان الكبير عاصي الرحباني يعني مبادرة حلوة يشكروا عليها وطبعا عاصي الرحباني الإبداع موجود معنا دائما يعني على الساحة اللبنانية وعلى الساحة العربية وحتى على الساحة العالمية يعني عاصي ما بيغيب عاصي الفكر وعاصي الإبداع ما بيغيب هلأ المبادرة هذه وإن تكون متواضعة نشكروا عليها وبنتأمل أنه تكون في مبادرات أخرى نقدر من خلالها نعيش مع هالرحلين المبدعين الكبار في هالبلد كان أهم كلمة تكريم لأله هي إقامة ذكرات دائمة على الصعيد ليش بس نحن كفنانين على صعيد الفنانين والدولة أيضا لأنه أهم شيء أنه هذا الفنان اللي يضوى لبنان بكلماته بألحانه وعمل له جزء من هوية أنا في يوم الأيام كنت بأوروبا فعب يسألوني الناس فعلا مني قال لي أنت من وين؟ قالوا أنا من لبنان قال وين بيقع لبنان؟ قالوا البلد اللي فيه في روز وعاصي ومنصور قال آي عرفنا وين؟ صوري هذا العظيم قدر ينقل هويتي يأخذ جزء من هويتي لكل بيئة العالم فش بقدر بقول الله يرحمه؟ إن شاء الله هيك نتعود الله بيعودنا بكل عائلة الرحابنة ورجعوا ورجعوا لنا الفن الأصيب بعد ما شفنا هلأ قطات السريعة عن ذكرى الراحل فنالي كبير عاصر رحباني وينه هلأ بذاكرة جورج إبراهيم الخوري؟ يعني عاصر رحباني إذا بدك إسبقي سؤالك بسؤال أول شو؟ مين عاصر رحباني بنظرك مثلاً؟ وبعدين بقلك شو ذاكرته؟ تفضل شو الذاكرة؟ إذا بتريدك يعني عاصر رحباني تتعرف قيمته؟ وقيمة فيروز وقيمة منصور حاولي لا سمح الله تحز فيهم من خريطة لبنان تشيليهم مثل دي كيف كان ممكن يكون الفن بلبنان حطي هاللوحة القاتمة قدام عيونك طعف شو قيمة هالثلوث اللي اسمه عاصر ومنصور وفيروس أو جماعة خلقوا دولة فنية ومسرحية في لبنان قائمة بزيتها إذا بتتطلع بتتعمق بموسيقاهم بتلاقيهم لهن غربيين ولهن شرقيين بحت لهن غربيين بحت لهن شرقيين بحت الكلمة عندهم لبنانية عريقة إنما الألحان الموسيقية اللي عندهم مش كلها لبنانية عريقة دولة منوعة مفتكرة متحضرة سبقت عصر بكتير إنما قيمتهم كلهم ثلاثتهم عاصي ومنصور وفيروس قيمتهم بالمسرحيات اللي عملوها أخطر شي عملوه مش الأغاني العادية أخطر شي عملوه إن المسرحيات الرائعة اللي عملوها واللي دخلوها دخلوا فيها الأغاني اللي تسمعي اليوم لفيروس هذه كل أجمل أغاني فيروس هي تسمعي كلها من مسرحيات الفيروس أما شو ببقى من ذكرتي بالنسبة للعاصي ذكرى ذكرى مش كتير حلوة وهي إنه عبدالوهاب حاول مرة يلحل لغمليه لفيروس من كلمات منصور الرحباني وموافقة عاصر الرحباني اسمه ضو الأناديل بالشارع الطويل ذكرني يا حبيبي بالموعد الجميل بليالي سهرناها وصهر الأناديل واسمها شارع البباب كان عبدالوهاب سعيد جدا في تلحين هذا اللحن لفيروس عزمني على مصر رح تقني بالبخرة أسفيريا من هون الأسكندرية 12 ساعة سفر ست ساعات منهم عبي لحين إذا قال لي حفظت المطلع اللي أنا عامله قلت له حفظته شو رأيك فيه قلت له رائع جدا قال لي أمانة بسترجع على لبنان تسمعه العاصر اللحن بصوتك قلت له قلت له ما علق شو باك قال لي بعدين نحكي فهمت منه إنه غير موافق بعدت له برقيه لعبدالوهاب قلت له أسرف النظر عن عاصر رحباني هاي تظل عالقه براسي وبتقلم كتير إنه لو غنتها فيروزة للنية لملحنة عبدالوهاب شو كان ممكن يكون في رصيد ضخم آخر من أرصدة فيروز في الغناء حرم الشرق العربي ولبنان بالذات من هذا اللحن اللي عمله عبدالوهاب لفيروز استغله عبدالحليم حافظ وسجله بصوته بغيرله بكلامه ضي الأناديل ما طلعت حلوة كتير كلمة ضي مش حلوة والغريب إنه اللي وزعوا له ألحانه والفرقة الموسئية إنه كان أولاد الرحباني بالذات شوفي شوفي أقوان الجرح يعني أنا الوحيد اللي كنت مدايق منها القصة عبدالوها ما فرقت معه ما فرقت معه فيروز كنت مدايقة كمان بس أولاد الرحباني يعتبروا يمكن إنه جاي بعبوا بسمه عبدالوهاب ممكن يسيطر على الموقف لا مش عايزي ما بدنا يعني الزكرة مش كتير لطيفة بس هي الحقيقة اللي بيضل اللي براسي من عاصر رحباني باك السيد جورج مدامنا عم نحكي عن الزكرة والذكريات رح نعرض هلأ صور لفنانين ومندردش سوا عن حكية كل صورة وظروف تصويره صور لامين هلا نشوف سيد جورج عم نشوف صورة مع فريد الأطرش فشو بتحب تقول عن فريد الأطرش فريد الأطرش كان صديقي الحبيب بتذكر انه انهى اخر ايام حياته بلبنان نعم قبل عيد تاني يوم عيد الميلاد سنة الـ 74 رحل رحل وبقلبه غصتين فريد الغصة الاولى لانا ام كلتم ما غنت له لحد تاني غصة ياريت اخته اسمهان بعد طيبة لقلبة نظام الغناء النسائي في الشرق العربي اثنين حصلتين بقلبه كانوا انما البركة بالتسجيلات الفنية اللي حافظت اغاني اسمهان وحافظت اغاني فريد الأطرش كمان في صورة مع الفنان عبد الحليم حافظ كميش عبد حابة تقول عبد الحليم كان معروف عنه انه ضد الزواج ما بدي يجوز يوم اللي كان مريد بلندن سنة ستة وسبعين اتصلت فيه عبد طمن عنه قال لي من نلتقي سنة سوف نلتقي في القاهرة قلت له ليش عبتحكي نحوي قال لي لانه في عندي خبر بدي يزيعه باللغة الفصحة عم يتدرب قالت له له خبر شو قال لي خبر جوازي شو عبتحكي من مين سميه لي اسم ما فينا نعرف نحن لا بنت عربية قطر شقيق قطر شقيق غير سوريا مش فنانة لا بنت عائلة عريقها واتفقوا اياها على الزواج وسيعلن زواجه بعيد شم النسيم حلو قبل ما يغني من غير ليه لانه من غير ليه كان يتلقله وللأسف الشديد خطبته السماء قبل ما تخطبه الارض ومع الفنان فليمون وهب استيجار عسلامة فليمون انت بتعرفي من اجمل اغاني فيروس يجي للحانة فليمون وهب سبع وعشرين لحن من فليمون لفيروس من اجمل اغاني مع تقديري الكبير لالحان الاخوان الرحبيني طبعا لانهن الاساس فليمون كانت هضمنته كذبه الابيض كان حاب يكذب عنده مزاج بالكذب كيف هول اللي بس عنده مزاج بالسرقة كان عنده مزاج بالكذب مرة قال لي حنروع الصيد بكرة قالت له اكيد طبعا ولا من المعهولة ايام برد و ايام سمون و ايام بنروع الشام على عرطوس منقوش سمون اي ساعة منترك الدين دار الصيد قال لي ساعة ثلاثة و الجسر ثلاثة ثلاثة ونص اربعة ونص اربعة ونص تجيه والبرد والجفد والخلقوش تلفنا لا ام عماد اللي كونو في اليمون قالت لي بالصيد بقى يا صيد قال ايه ابن مبارع عشية اخدوه رحوا هنو وايضا الفنان فهد بلان فهد بلان فهد بلان اول ما ايجي على لبنان استقبلنا استقبال الفاتحين وشجعني انه يجمع مصاري ويبني عمارة بالحزمية يجمع مصاري وبد يسجل الارض ويدفع حقها كانت ايام الميت ليرة اكتر شيء اكتر شيء كان في ميت ليرة ايام في هد بلان رزمي كبيري هيك وبد يدفع لديك الايام خمسة وستين الف ليرة مبلغ ايه حق الارض حد الجردانيا بالحزمية فوق ده رصيات بشوية فبتاش ما عندو شنطة مش تري صباطين جديد اجنبية عبين عبين بصنطلق على السيارة غطاء هناك حامل تحباط وايك وطلعنا هذا ايه فهد بالله اني استضفتوه عملي انا كتير كتير ممنونه لفهد اللي زكرني بالخير بحلقة من حلقاتكم اخر مرة اكيد هدا ابن الاصل وابن الاصل ما بينكر المعروف عجبتك حلقتلك جدا 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 عجبني فيه صوته لانه كان فهد شوي اصيب بصحته ورا على لندن وتعزب شوي انا برجع ما شاء الله ابن بالله فهد رجع فهد يعني مبسط فيه انه غنى حلو ما علينا اشترى الارض بالمصريات اشتراها وعمر عمارة وبيعها اشتراها اشتراها انت سألتوا عن الملايين وان راحوا صرف كتير فهد لانه كان يعيش ليومه وكأنه راحلون غدا اشتراها وانا لدنين يعني لا 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 بس ما حبي يقلكن انه عنده مثلا بالسويدة بسورية عنده مزرعة تسوى ملايين دولارات مزرعة مهمة كتير 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 وهذا من جانا على اشبينه ومن جانا اوتار صوته لانه ما احترف شي تاني فهد الا العمل الفني الشريف استيجروج بحياتك الانسان عنده اشيه بخاف منه وباحد المقابلات القديمة للاعلام الكبير جورج ابراهيم الخوري كان عنوانه انك بتخاف من عيون القطط لانه بتلخص النساء ايه شو السؤال شو السؤال مزبوط هالكلام اجمل الحيوانات هي القطة القطة لبسيني يعني اجمل الحيوان خلقوا الله عن وجه الارض برأيينا يعني وجه لبسيني متى وجه المرأة الجميلة في اروع من هاك بالمناسبة قالوا شو الفرق بين الانسان والحيوان قالوا الانسان حيوان ناطق التبين على انه في كتير حيوانات بتحكي بتفهم مع بعض من سعدين مثلا واحد قال لا الانسان حيوان ضاحك اللي انا فيه سعدين بتضحك اكتر من الانسان بقى اهو والجوريلا هولي اذا ضحكوا بترتج افريقيا جلا قالوا لي انتي برايك شو قلت له انا برأيي الانسان حيوان كاذب كاذب قلت له فيش حيوان بيعرف يكذب شيء قال لا قلت له فيه انسان ما بيعرف يكذب قال لا تبعد ايه بقى المرأة القطة تشبه المرأة بجماله وبشراسة عيونه في شراسة بعينين المرأة هي اللي وصلته للزواج ولا الانجاب ولا العمران والبيوت بتحب بيقول انه مثلا عيون لبساني بتشبه عيونك انتي مثلا حتى منخيرة بشبهه منخيرة تحيي للمرأة الجميلة انا برأيي اذا بشبهها بالقطة يراد في فهم القطة انا هتشبه المرأة الجميلة كمانا قداش بترقص وبتنوي استاذ جورج ليلنا المفتوح كان حلو كتير الكلمة الصريحة كانت موضوع حلقتنا لليوم ومرأة الوقت بسرعة ما حسينا معك ما هيك ما جدا؟ انا ماني عارفة اذا بلشنا عكلها استاذ جورج لقائنا المباشر واللي ذكر رزيف انه فعلا كان صريح يمكن شرف على نهايته وكل المشاهدين يلي فعلا بحبوا الصحف الكبير وبيقدروا عمله استاذنا جورج براهيم الخوري لقائم معه بيستمر طالما هنم تبعين نتاجه الفني والأدبي فعلا الكثيف والخصب أستاذ جورج أهلا وسهلا فيك مرة تانية وتصبح على خير وبدنا نطلب منك تختار حضرتك أفني سمعك يا هلا عشاء بختم لقائنا قبل ما اختار وجباتي إليك يا سيدتي انه السعادي استراحة قصيرة في طريق الشقاء الطويل لا يا عمي السعادي استراحة قصيرة في طريق الشقاء الطويل وانا اليوم كان عندي استراحة سعيدي في طريق السعادة الطويل معكم انتم الله انا كتير سعيدين لبيناتكن بعتذر اذا تقلت بعتذر اذا ازعجت المشاهدين واذا بتحب تسمعيني غني فطبعا لحبيب قلبي محمد عبد الوغير ترجمة نانسي قنقر